من القاهرة إلى جدة والرياض والدمام وأبهى ونجران كلنا نحتف اليوم باسم المنتخب السعودي وأبطاله هذا ما أبطال وأساطير المنتخب السعودي الأسطورة ليونيل ميسي ورفاكو في المنتخب الأرجنتيني في مفاجأة قد تكون الأكبر في تاريخ المونديال قدم المنتخب السعودي النهاردة ما هو أقرب للملحمة ليس فقط على مستوى النتيجة التاريخية لكن أيضا على مستوى الرجولة وإخلاص اللاعبين جوه أرض الملعب أما الشقيق الآخر المنتخب التونسي فقدم هو الآخر ما هو أكثر من المتوقع وأحرج المنتخب الدنماركي القوي جدا ولولا سوء الحظ لفاز المنتخب التونسي بالمباراة الصعبة العرب يطلقون ومازلنا في انتظار الكبير المنتخب المغربي يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اللي عملوا النهاردة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني أداء أسطوري أداء كبير أداء عظيم شرف كل العرب وكل العرب اليوم كانوا مع المنتخب السعودي العالم كله تحدث اليوم على المنتخب السعودي العالم كله اليوم تحدث عن المعجزة تحدث عن الأداء الكبير للمنتخب السعودي تحدث عن الأداء المحترم للمنتخب السعودي الحكاية مش حكاية نتيجة ولا فوز على المنتخب الأرجنطيني وإن كان دا الوحده إنجاز تاريخي بس النهاردة المنتخب السعودي عمل مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنطيني تفوق المنتخب السعودي فنيا وتكتكيا وفرديا على منتخب الأرجنطين المرشح أو أحد المرشحين للفوز مش بصدارة المجموعة الفوز بكأس العالم نهاردة السعودي عملت كل حاجة في الكورة لعيب المنتخب السعودي كانوا رجالة لعيب المنتخب السعودي كانوا ملتزمين الأداء الدفاعي كان أداء دفاعي محكم مش أداء دفاعي رصص رصص لا للسعودية النهاردة لعب الدفاع متقدم من الديئة الأولى عشر تسللات على المنتخب الأرجنطيني النهاردة عشان المنتخب السعودي كان سايب ظهره مفتوح بس سايبه سايب ظهره مفتوح بالزكاء بتاكتك بشغل فني محترم بالتزام لعبين ما هو لو واحد فيهم أخطأ ولا تأخر شوية كان من الكرات الكتيرة لتحسب التسلل النهاردة عشر كرات للمنتخب الأرجنتيني تسلل كان هتبقى أهداف ضد المنتخب السعودي ولكن عشان فيه انتزام عشان فيه أداء فني كبير عشان فيه كواليتي لعبين محترمين عشان فيه تنافس كبير لعب المنتخب السعودي بيشتغلوا فيه في الدورة السعودي عشان فيه مدرب كبير جدا اسمه هيرفي رينار اسمه هيرفي رينار هيرفي رينار واحد من المدربين الكبار الكبار جدا في المنطقة العربية وفي الكرة الأفريقية مدرب أدار المباراة بتمكن بتمكن النهاردة منتخب السعودي حقا وصدقا استحق هذا الفوز الكبير على المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بس في الدوسري أسطورة وبقي لعب المنتخب السعودي أسطير أيضا ليونيل ميسي في الملعب أنخل دي مريف في الملعب لو طارو مرتينيس في الملعب أوتاميندي في الملعب دي بول في الملعب والمنتخب السعودي أبطاله أكبر وأعظم وعملوا النهاردة ملحمة كبيرة النهاردة قالوا للعالم كله إحنا في المنطقة العربية عندنا كرة محترمة عندنا نجوم كبيرة نهاردة الأرجنتين لعبة مباراة المنتخب السعودي في بدايتها لحد ما دخل الهدف التاني لحد ما دخل الهدف التاني في المنتخب الأرجنتيني والأرجنتين تلعب بتعالي شديد جدا على المنتخب السعودي هل حضرتك متخيل النهاردة أنه في الدقائق الأولى يحتسب حكم المباراة بعد اللجوء للفار ضربة جزاء لصالح الأرجنتين يسددها طبعا ليونيل ميسي ويجيبها طبعا ليونيل ميسي في لحظة تصورنا أن المنتخب السعودي سينهار تصورنا وشفنا الصورة بتاعة مباراة إنجلترا وإيران شفنا الصورة بتاعة مباراة الإكوادور وقطر شفنا الصورة اللي هي المباراة خلست المباراة خلست دي الأرجنتين معلش غصبا عن المنتخب السعودي هيعملوا إيه يعني بيواجهوا نجوم العالم أحسن لعيبة في العالم بيواجهوهم بيواجهوا الأسطورة ميسي هيعملوا إيه يعني يعني يا رب بتقلص المباراة ثلاثة يعني يمشي اسمعها البدايات وإن شاء الله المباراة اللي بعد كده المنتخب السعودي يعني يتحسن ويقدر يسعد عن هذه المجموعة لكن لعيب المنتخب السعودي مع جهاز فني بقياد هيرفي رينار لا نرجع قدام الأرجنتين نتعادل قدام الأرجنتين لا مش هنتعادل قدام الأرجنتين وبس احنا هنكسب الأرجنتين والأهداف حلوة النهاردة هدفين ملعبين للمنتخب السعودي وهدف من ضربة جزاء للأرجنتين عادي النهاردة بسطنا وفرحنا كل الناس أنا شفت ردود الأفعال في كل الوطن العربي مش بس في مصر في مصر وتونس والمغرب وهو عمان والبحرين والإمارات وأي مكان في الوطن العربي الجميع يحتفل اليوم بالمنتخب السعودي وأبطال المنتخب السعودي الشوارع كلها مليانة فرح سواء في السعودية أو خارج السعودية في السعودية وفي قطر وفي كل مكان في الدنيا حتى في مصر هنا الجماهير السعودية حتى فريق بهذا الفوز الكبير ومعهم وبجوارهم الجماهير المصرية اللي كانت سعيدة وفخورة النهاردة بالمنتخب السعودي النهاردة شجعنا من قلبنا المنتخب السعودي تحمسنا الوقت كان بيمر علينا طويل جداً في اللحظات الأخيرة سمعت الجماهير المصرية في الشوالة ويبيتقول صفر خلص المباراة عايزين إنجاز تاريخ حصل النهاردة إنجاز حقيقي محترم محترم قائمة شرف قائمة شرف رائعة جدا للمنتخب السعودي النهاردة لعبين أبطال لعبين كبار مهمين تعبوا واكتهدوا وتدربوا واشتغلوا وتنفسوا بشرف في الدوري السعودي لعبين محليين مش موجودين في أوروبا ولكن عندهم دوري محترم دوري كبير استحقوا اليوم بكل جدارة إنه هم يكونوا أبطال النهاردة على حساب البطل المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا قائمة شرف المنتخب السعودي الأبطال اللي عملوا مباراة تاريخية النهاردة هتتحط في التاريخ هم كالتالي محمد العويس سعود عبد الحميد حسان التنبكت علي البليهي وياسر الشهراني وعبد الله الملكي ومحمد كنو وفراس البركان وسلمان الفرج وسالم الدسري وصالح الشاري ونواف العابد وسلطان عبد الله الغنام وعبد الله العمري وهيسم أسيري ومحمد البريك دي قائمة الشرف القائمة الشرف اللي شرفت كل الوطن العربي تحية للمنتخب السعودي تحية للمنتخب السعودي من القلب اللي شرفنا النهاردة وأظهر صورة عربية عظيمة في كأس العالم قطر 2022 صورة عربية محترمة في المنديال صورة عربية محترمة نتمناها مستمرة صورة عربية محترمة نتمناها في كأس العالم عادة وليس استثناء أجيال كتيرة عربية جزائر في 2014 مصر في 90 مغرب 86 السعودية في 94 وهذا الجيل الرائع في هذا العام 2022 أجيال استثنائية عربية نتمناها العادة وليس استثناء احتفال يستحقوه في ناس النهاردة كان بيتقول إيه الناس في السعودية فرحانة قوي فرحانة قوي لو تخيل يا أستاذي لو كسبت حضرتك لأرجنتين هتعمل إيه تخيل تخيل فرق كده إحنا فرحانين من بعيد فرحانين قوي بقى لك أنت مواطن سعودي هتعمل إيه أكيد الفرحة أضعاف 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 أي فرحة انتصار طبيعي آه مش هبالغ لو قلت النفوس زي النهاردة يساوي عند منتخب زي المنتخب السعودي فوس بكاس عالم تبتلعب الأرجنتين انت آه ترجب بتاعك أنك ما تاخدش كاس عالم بس تعمل أداء مشرف ما بقى لك أنت بقى لما تعمل أداء مشرف وتكسب منتخب كبير زي المنتخب الأرجنتين حاجة فوق الخيال حاجة فوق الخيال نهاردة كان في أرقام عظيمة جدا من فوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين أرقام نستحق أن نقف أمامها بكل احترام بكل احترام منتخب السعودي أصبح أول منتخب أساوي يسجل هدفين في المنتخب الأرجنتيني بالمونديال على مر التاريخ على مر التاريخ منتخب السعودي أصبح ثاني منتخب أساوي يحقق الفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية في تاريخ كاس العالم بعد طبعا فوز اليابان على كولومبيا في 2018 وما حدش في أسيا كسب الكبار البرازيل والأرجنتين غير المنتخب السعودي زي ما عمل النهاردة وفاز على الأرجنتين منتخب السعودي قصر سلسلة اللا هزيمة المنتخب الأرجنتين اللي امتدت لكم مباراة بقى 36 مباراة للأرجنتين دون هزيمة اليوم رجالة السعودية قصروا هذا الرقم لا تعالوا لي أنا بقى تعالوا لي أنا أنا لك سابقه طيب آخر هزيمة للأرجنتين كانت من مين من مين من من منتخب البرازيلي في 2019 في يوليو 2019 يعني الأرجنتين من يوليو 2019 اتغربت من منتخبين البرازيلي والسعودي أي فخر أي فخر سالم الدسري اللي هو ملك الأرطو في المنطقة العربية كلها الأرطو اللي هي الكرة اللي هي دي كده الجوال الحلوة دي اللي بيجيبها سالم الدسري على طول يعني أصبح ثاني لاعب عربي يسجل في أكثر من نسخة بكأس العالم بعد مواطنه سامي الجابر السجل فيه تلت نسخ من المونديال يونيل ميسي أصبح أول لاعب أرجنتيني يسجل فيه أربع قوس عالم مختلفة متفوقاً على مرادونا وباتستوتا ده رقم لليونيل ميسي كده وميسي برضو مع رقم كمان أصبح خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم عبر التاريخ بعد كريستان ورنالدو وبيليه ومرسلاف كلوزا وزايلر واحد من اللعيبة الكبيرة التاريخية اللي يسجل هدفه الأول في كأس العالم أمام سربيا يوم 16 يونيو 2006 بعد يعني 6300 يوم سجل اليوم أمام السعودية ليصبح صاحب أطول عدد أيام بين هدفين في المنديال أيضاً الأرجنتين تستقبل هدفين لأول مرة منذ 24 مباراة أرقام من هذه المواجهة مواجهة الأرجنتين والسعودية النهاردة محمد العويس محمد العويس النهاردة كان مانويل نوير كان بوفون كان بيتر شمايكل كان واحد من الأسماء التاريخية الكبيرة دي في حراسة المرمى النهاردة عمل أداء مدهش يا جماعة تعرف يعني عملتوا صد من ميسي ودي ماريا ولوطارو مارتنيز ودي بول وبقى اللعبة بتاقل في الأرجنتين والفارس وكل الأسماء العظيمة دي عمالي شيء كرات ما يخش فيه الهدف واحد بضربة جزاء عمل مباراة عبقرية فاز النهاردة بيجيزة راكل المباراة مباراة السعودية والأرجنتين تصدى لخمس كرات وخرج بشكل ناجح في أربع مرات وتمريلاته القصيرة النجاحة كانت أربع تاشر وتمريلاته الطولية النجاحة كانت تسعة تاشر ده النهاردة أدام أداء العويس حارس مرمى المنتخب السعودي اللي النهاردة كان بطل بطل وقرر إنجاز محمد الشناوي في البطولة الماضية لما فاز في أول مباراة في المجموعة بأفضل لاعب في المباراة دي واحدة من أصعب الكرات اللي اتشارت النهاردة واحدة من أصعب بصوا بصراحة أي كرة تطلع من رجلي ميس هي صعبة هي خطيرة هي خطيرة جدا أرقام عظيمة وأرقام كبيرة وأرقام تاريخية للأويس راجل المباراة السعودية والأرجنتين النهاردة حارس المرمى الأرقام هي أمام حضراتكم تصدر خمس كرات خرج بشكل ناجح أربع مرات تماماته القصيرة 14 وتماماته طولية النجحة 7 من 19 ده محمد الأويس البطل بتاع النهاردة بطل المشهد بطل اليوم بطل الأداء خد بالك من نقطة السعودية النهاردة خرج منهم مع نهاية الشوت الأول سلمان الفرج وده أفضل لعاب المنتخب السعودي أو أكثرهم ابتكاراً يعني اللعب المبتكل اللعب الحديث اللعابي عنده كورة كتير تصورت إنه مع خروج سلمان الفرج والسعودية متأخرة بهذا في إن الأمور انتهت إنك بالكتير تحاول تخلي المباراة تخلصوا 1-0 لالراجل الكريات بقى راجل المكتكل اللي عندك خرج كمان إيه ده النحس اللي من كل حتة ده بس عشان تعرف إنه في منظومة عملها هيرفي لنار خد بالك اللي انت شفته من المنتخب السعودي ده نتاج عمل على الأقل على الأقل آخر 7 أو 8 سنين نتاج عمل مشروع حقيقي مع هيرفي لنار مشروع حقيقي في الدولة السعودي مشروع حقيقي مع اللاعب السعودي مشروع مشروع ده أساسه إيه بقى أساسه النظام ببساطة مش عايزة أحط مقارنات عشان برضو يعني كان جالنا أجيال استثنائية هي قصة مش مقارنات على قد ما هي نبص على بصة كده طب الناس دي وصلت إزاي إنها نار تكسب الأرجنتين إحنا نرسة كسبانين بلجيكا بالمناسبة برضو بس هما عندنا مشروع حاجات كويسة من الحاجات الكويسة دي إنه بقى فيه دوري منتظم بقى فيه دوري محترفين كبير بقى فيه دوري يعني بصراحة هو الأفضل عربياً دلوقتي منتظم فرق كتير تنافس لعبين محترفين كتير وفيه نقطة مهمة هرجع أنا الهيرفين النار السوري اللي وراه ده بس يعني إيه سايبله حكاية لوحده إنه دلوقتي في السعودية في الدوري السعودي سامحين لتمن محترفين أجانب يلعبوا في كل فريق في الدوري السعودي وأنا هنا من أول ما البرنامج ده بدأ أنا عملت على فكرة بالمناسبة حلقات عن القصة دي حلقات عن القصة دي وكنت بتناقش مع ضيوفي في هذا الأمر يا جماعة مش عايز أحلف ومش عايز أقول إنه هو ده أكيد الرأي الصح بس اللي بتمنى إنه إحنا نقعد ونناقش الرأي ده بس نقعد مش أنا اللي أقعد حضراتكم اللي بيديره اتحاد الكرة ولي بيديره الكرة في مصر يعني يا فنم لازم تفتح باب الاحتراف الداخلي يعني إنك تأسري إنك يبقى فيه عندك استراد ويبقى فيه عندك تصدير يعني تجيب لعيبة كتير وتطلع لعيبة كتير ما تجيش تقول لي الجملة الشهيدة اللي وجعتلي وداني اللي هي إيه لا 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 فتح باب الاحتراف ده يؤثر بالسلب على المنتخب المصري طيب ما أؤثرش ليه على المنتخب السودي طيب إحنا عندنا حاجة لازم نفكر فيها بالعقل ليه عندك سبع تمن تسع عشر لعبين كمان على فكرة أنا مع فكرة إنك تفتح على الآخر كمان مش بعدد تفتح على الآخر اللي عايز اللي عايز يجيب تلاتين لعب أحدت اللي أنت عايزه ده ليه مش هيأثر في اللعب المصري ببساطة أنا هقول ببساطة رأيي وبرضه ده رأيي محل نقاش يعني ممكن فيه أجزاء منه يعني يترد عليها ممكن بس ده ده فكر يعني أو متصور كده لما هتجيب لعب محترف تمانية تسعة محترفين تمام أولا هو هيفيد جدا بديله يعني البديل اللي بيلعم معاي أنا مثلا هجيب مهاجم بس مهاجم برضه لما هفتح احتراف تمانية تسعة نروح بقى نقل عيبة كويسة مش اللي هو نجيب لقشة وخلاص لأ تمانية تسعة يفيدونا والتحاد كرة يحط معايير كده يعني زي مثلا في السعادة يقولك ما تجيبش أزب من 28 سنة تجيب لعب مثلا كان دولي مش عارف كلاس ايه بي سي ما تنزلش تلعب في الدوليات اللي مش عارف معينة تحط شروطك بحيث انك تضمن الأندية قدام أنا فتحت لك انك تستورد لعيبة أو تجيب لعيبة من برة بس تجيبها بكواليتي محترم عشان يفيد اللعب اللي جنبه بقى اللعب المصري اللي جنبه ليه؟ أنا مهاجم بلعب في الأهلي أو في الزمالك مهاجم الشاف في الأهلي أو الزمالك وجبتلي بقى مهاجم من المهاجمين التقال أوش أنا أكيد أكيد واحد هتعلم منه ثانيا هحاول أكتهد جدا أنه نوصل للمستوى ده لعله عسى أخذ مساحة أو تنافس معاه هذا اللي بيحصل بالزبط ياخد بالك لعيبة المنتخب السعودي اللي كان بيلعبه النهاردة دول في منهم لعيبة بيعودوا على الدكة في أنديتهم لصالح جانب بس انت بتخيل هو بيقعد في أنديته أو في الفرقة اللي بيلعب فيها على الدكة وبالمستوى ده ليه؟ عشان حجم التنافس مع زميله اللي بيلعب عليه كبير جدا فبيحاول يوصل له طول الوقت ده واحد اثنين المسابقة نفسها قوة المنافسة نفسها في الدوري هتزيد جدا جدا ما تبجيب بقى لعيبة بشروط معينة بكوالة معينة من الأجانب وحتى الأندية الكبيرة أو الأندية اللي معاه فلوس اللي هتجيب أجانب أكتر من الأندية الأقل فالأندية الأقل دي هتستحوز بقى على اللعيبة المصريين وتخليهم يحاولوا يخشوا منافسة مع اللعيبة الأجانب اللي بفلوس كتير عشان يوصلوا لمستواهم فهتلاقي الحلو من اللعيبة المصريين في نادي في وسط الجدول دلوقتي مثلا بيلعب أصاد لعيبة كبيرة أجانب موجودين في الأندية الغنية فهيحصل إيه؟ هتلاقي أربع خمس ست فرق بقى بتنافس وأربع خمس ست فرق بتحول مع بعض واللعب المصري ده مستواب يعلى ومش بس كده ضيف على ده كمان أنا دلوقتي لعب مميز في النادي الأهلي أو الزمالك أفشا زيزو حط أي اسم محمد عبد الرئيس حط أي اسم تمام؟ أنا الأهلي أو الزمالك أنا مش عايزة لطلع اللعيبة دي للاحتراف يا باشا جاي له عقد حلو وبره في أوروب لا 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 مش هتطلعه أنا محتاجه مفيش لعيف في مصر بنفس المستوى فأنا محتاجه لكن لما أنت تقول له يا باشا طلعه سيبه يطلع برا يحترف هيحصل إيه؟ هتجي منت واحد بداله من غانا بقى من كوديفور من السنغال من جيبوتي من الجابون من أي حط من أمريكا اللاتينية هات بقى من تفاتح هات اللي انت عايزه هتلاقي بعد كده اللعب المصري تلعب في أوروبا هنا بقى المنتخب يستفيد زي المغرب زي الجزائر مثلا لو بسيت على المغرب والجزائر هتلاقي معظم اللاعبين اللي بلعبوا في المغرب والجزائر هم لعبين أصلا موجودين في أوروبا مش موجودين في المغرب ولا الجزائر في الدولة المغربية أو الدولة الجزائرية لازم نقعد نفكر بس نفكر تفكير غير التفكير يتضيق اللي هو إيه؟ هيرفي رينار ده هو اللي عامل كده في السعودية كلها طبعا هيرفي رينار مدرب كبير بس يا جماعة والله والله العظيم والله العظيم هاي الحكاية مع حكاية مدرب وخلاص حكاية منظومة هات بيب جورديولا في منتخم مصر وانت المنظومة بتاعتك مش متزبطة والله ما هيعمل حاجة بيب جورديولا لو في مانشستر سيتي ما بيعملوش كل اللي بيحلم به مش هيعرف يبقى بيب جورديولا فانت عشان تبقى عندك فرقة أو منتخم محترم لازم كلنا بقى نتعاون يبقى في دوري منتظم محترم محترم دوري منتظم محترم في عدالة في التحكيم في لعبين بنستوردهم ولعبين بنصدرهم في تحكيم جيد في إدارة للكورة جيدة في لوائح وقوانين صارمة في تفاصيل عشان نوصل في الآخر بكل ده لصالح المنتخب انا بقول كده واحنا واقفين عند نقطة مش وحشة احنا بس اللي بيقضي كل شوية يضيقنا كده ويزعانا انا حمش موجودين في كاس العالم بس احنا يبدو ان احنا ماشيين في طريق في تحسن عشان برضو الامور ما تبقى شكائبة يعني او ان انا بقول ان احنا وحشين قوي يعني لا احنا كويسين احنا وصلين نهاية كاس الأمور الأفريقية وصلين لآخر نقطة في تحسيات كاس العالم الصح ان احنا نبقى في كاس العالم والصح ان احنا نبقى كاسبانين كاس الأفريقية بس ده مش بالكلام ومش بحضارة 7000 سنة ومش بالست بطولات ولا السبع بطولات ومش المنش عارف لا بنظام نطبقه طول الوقت نشتغل هنعرف نروح كاس العالم هنعرف نكسب الأرجطين بالمناسبة انا عايز حرارتكم ترقبوا معظم المنتخبات اللي في كاس العالم في منتخبات كبيرة كتيرة قوي وانت بتتفرج عليهم انت عارف ان انت حسن وانا بقى بحكلمك في كل اللي احنا عندنا دوت احنا احسن يعني المنتخب المصر انا مش عايز بس اقول عشان فيها اسماء منتخبات عربية اسماء منتخبات أفريقية اسماء منتخبات دي استراليا النهار دي احنا اكيد احسن من استراليا كي بتلاقي فرنسا النهار دي اكيد يعني ففي منتخبات تلاقي في كاس العالم انت احسن منها شوية نظام بسيط ونظام يتحط بالورقة والقلم مش نظام معقد هتلاقي الأمور كلها تحسنت وروحنا في طريقة احسن يا رب يكون ده اللي حصل النهار ده من المنتخب السعودي يفيدنا ويفيد تونس ويفيد المغرب ويفيد الجزائر ويفيد الإمارات ويفيد قطر ويفيد البحرية يفيد كل المنتخبات العربية نتمنى ليه لا مش عيب احنا علمنا الناس لما تعدلنا مع هولندا في كاس العالم 90 احنا علمنا كل الوطن العربي لما كسمنا ثلاثة بطلات أفريقية 2006 و2008 و2010 الناس بتاخد مننا وناخد منهم وتبقى الدنيا أحسن لمصلحهم ده فيما يخص النهار ده مباراة المنتخب السعودي والمنتخب التونسي بالمناسبة محمد رويس رجل مباراة السعودية والأجنطين النهاردة الحارس الأمين للمنتخب السعودي ولد عام 1991 في قبيلة رويس أحد أكبر القبائل في المملكة بدأ محمد رويس مسيرته القروية مع نادي الشباب في عام 2012 وقدم مستويات مميزة دفعت نادي أهل جدة لضمه في 2017 واستمر مع الفريق لمدة خمسة سنوات قبل أن ينضم إلى الهلال مطلع الموسم الحالي انضم العويس لمنتخب السعودية بداية من عام 2013 حتى أصبح الحارس الأساسي للمنتخب السعودي بداية من عام 2021 شارك العويس مع منتخب السعودية في 38 مباراة استقبالة الشباكو 29 هدفاً بينما حافظ على نظاف الشباكو في 18 مباراة الكرة اللي قدامكم دي كهي كرة صعبة صعوبة بعده آه شايفين المنظر صعبة بشكل صعبة بشكل طيب الصحف العالمية قالت ايه بعد خسارة النهاردة الأرجنتين من السعودية أو بمعنى أضاق فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني صحيفة قوليه الأرجنتينية الأشهر يعني قالت هزيمة لا تصدق أمام السعودية موندو تورتيفو الأسبانية قالت ضربة قوية من السعودية للأرجنتين ماركة الأسبانية قالت كم بلا تاريخية تضرب أو تضرب في وجه المنتخب الأرجنتيني أس الأسبانية قالت الأرجنتين تنزلك بشكل مفاجئ أمام السعودية وسبورت الأسبانية قالت ضربة مدوى الأرجنتين وميسي من السعودية ديلي ميل الإنجليزية قالت السعودية تتسبب في الصدمة الأقبل لميسي عبر التاريخ سالم الدوسري يسجل هدفا خياليا أمام منتخب مرسع بالنجوم صحيفة سان الإنجليزية قالت لدغة عربية موجعة ميسي يحقق أو يخفق فيه واحدة من أكبر سقطاته عبر التاريخ لكيب الفرنسية قالت السعودية تسقط أو تسقط الأرجنتين من الأعلى لبرزيان قالت أداء بطولي للسعودية وهدف مجنون إنجاز تاريخي للأخضر أمام الأرجنتين ناس تحتفي اليوم بالمنتخب السعودي العالم كله يحتفي بالمنتخب السعودي نروح لتصراحات ما بعد مباراة السعودية والأرجنتين هيرفي نار مدرب المنتخب السعودي قال نحن رقم 51 في تصنيف الفيفا نواجه المنتخب الثالث هذه هي الرياضة يمكن أن تقلص الفجوة في بعض الأحيان يمكن أن تلعب هذه المباريات عشر مرات وتفوز مرة واحدة وهذا ما حدث اليوم صالح الشاري لعب المنتخب السعودي قال طموحنا هو تآهل لدور الستاشر أدينا الخطوة الأولى ولكن لم نتآهل بعد سنحتفل اليوم وأمامنا مبارتين وبعد فوز اليوم حرام ألا نتآهل حرام الله والله يبقى حرام والله يبقى حرام حرام الجيل دوت ما تآهلش لدور الستاشر بالمناسبة هبقى جيب لكم شوية فيديوهات بأن حوالي عشر تيام بنشتغل مع حضراتكم في كأس العالم في كل مرة كان الحديث عن المنتخب السعودي كنت بقول لحضراتكم السعودية هتقدم في هذه البطولة أفضل أداء لها في كأس العالم على مر التاريخ كنتش بقول كده بقى إيه عشان أنا بضرب الودع وبتوقع بس اللي كنت لسه بقوله من شوية منظومة سليبة ومشروع صحيح ولابد أن يجني المنتخب السعودي أو منظومة الكرة في السعودية سمار ذلك في هذه البطولة وهو ما حدث في المباراة الأولى أمام الأرجنتين عشان لسه فيه مبارتين صعبتين أمام المنتخب السعودي الأمور لسه ما خلستش اسكالوني مدرب الأرجنتين اللي أقلم الأرجنتين بالمناسبة اللي أقلم الأرجنتين وإن كان عامل نتائج كويسة بس مش مخالي الأرجنتين مرعب يعني قال جهزنا للمباراة جيدا نحن نعلم أنهم سيلعبون بطريقة الدفاع المتقدم ولكننا لم نستفد من ذلك علينا رفع رؤوسنا والمضي قدما يوني الميسي قال الخسارة أمام السعودية ضربة قاسية لنا لا توجد أعذار لنا في هذه البطولة نطلب من جميع الأرجنتين أنتصق بنا ونعيدهم أننا لن نغزلهم أبدا عن خلدي ماريا قال كان بإمكاننا الفوز بخماسية نظيفة بسهولة اليوم ولكن لم يحدث ذلك الآن أمامنا نهايين سوف نبزل جل جهدنا من أجل الفوز والتأهن معلش يا دي ماريا معلش مجزدش خمسة ليه كلام سهل كلام سهل بس الكرة عند المنتخب السعودي أسهل أسهل بكتير ياسر الشهراني الاسم الكبير في المنتخب السعودي خضع لفحوصات طبية دقيقة وأشعة بعد إصابته أمام الأرجنتين الأشعة أثبتت إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه مع حاجاته للتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي لها بيجرد جراحة في الساعات الجرية وبالتالي هو خارج المنديال الضربة كانت قوية جدا جدا نهاردة لعيبة السعودي نهاردة كانت بتلعب بفدائية مش طبيعية بروح مش طبيعية بحماس مش طبيعي النهاردة الأداء كان حلو كل واحد من الرجالة دول فوق رصنا والله الشهران فوق رصنا في بيئية مش طبيعية وعجبني في السعودية النهاردة لعيبة المنتخب السعودي نهما مكنوش حاسين بالدونية الفنية قدام المنتخب الأرجنتيني لا 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 أنا مش هقالي منك أنا بأخد الكورة وهراوغ وهجري وهمسك الكورة ومش هتخد ومش هخلص منها ومش هتبفشها وأنا بدافع هخش معك أجريسي واخد منك الكورة عجبني جدا أنا أنا بفرجع منتخب السعودي نهاردة لفت نظري أنت حبيبي أنت حبيبي مش خايف مش خايف وانت مسي جاي عليك لا لا مش خايف هخش أقف قدام واخد منه الكورة هخطف منه الكورة يا حبيبي ده راموس ما عملش الكلام ده مع ميسي أنا أقدر أعمله أنا أقدر أعمله أنا لعب المنتخب السعودي أقدر أعمل دول ما حسوش بالدنية الفنية أنا بعيد خالص عن المستوى الفني مع لعب الأرجنتين وأساطير الأرجنتين لا 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 دي كورة وأنا عندي إمكانيات الفنية جيدة وهم عندهم إمكانياتهم الفنية الكبيرة وندل ندل بقى والملعب يورينا والملعب ورينا النهاردة المنتخب السعودي طه نروح ليه مشجعين عرب بعد فوز السعودية على الأرجنتين فرحة واحتفالات كبيرة جداً لكل العرب بعد الفوز اليوم فوز المنتخب منتخبنا السعودي على المنتخب الأرجنتين نشوف ونرجع نكمل كلامنا أنا شجع للسعودية عشان نزينا زيهم وإحنا عرب وكنا يدي واحد وفعلاً العرب أثبتت أنه إحنا أجوى من الأجانب وأجوى من كل الناس عشان إيجاً أنا شجع للسعودية وفعلاً فاسة وفعاً تواصلنا والحمد لله رب العالمين فرحة غامرة بفوز المنتخب السعودي الشقيق الذي يمثل الكل العربي والدولة الإسلامية الكبرى وكلنا جميعاً مع الشقيق السعودي وكلنا جميعاً مع المنتخبات العربية وكان فوز غامر يعني انظر الفرحة اللي كانت في الصالة هنا فرحة لا توصف بكلت أكيد أي منتخب عربي يكون في مواجهة أي منتخب آخر نحن كشعب فلسطيني نشجع المنتخب العربي وبغض النظر عن وجود ميسي كريستان ورونالدو أي لعب دولي لكن الأولوية هي للمنتخبات العربية والمنتخبات الإسلامية في التشجيع كمجتمع فلسطيني كشعب فلسطيني نؤمن بعمقنا العربي والإسلامي لا دا رؤى للمنتخب السعودي ألف مليون مبروك لا خليهم مليار مبروك للمنتخب السعودي الشعب السعودي الجمهيري السعودية كذبوا النهاردة مباراة وخدوا كمان بكرة أجازة يعني بقرار ملكي بكرة أجازة كمان للشعب السعودي عشان يكملوا الفرحة ويحتافلوا وإحنا معاهم نحتافل ونفرح بالمنتخب السعودي نتمنى له يا رب بكل التوفيق في الفترة القادمة لعيبة رجالة مدير فني كبير ورائع صاحب الرداء الأبيض دايما هيرفي لنار عارفين كصة الأميس الأبيض دا عشان ليه كصة لطيفة جد هيرفي لنار في 2010 اتغلب مباراة وقت ما كان بيدرب زنبي اتغلب مباراة من الكاميرون كان لبس أميس لونه أزرق بعدها لبس أميس أبيض وزنبي بعد كده كيس بتكسل لونه من الأفريقية وبعد كده كوديفور كيس بتكسل لونه من الأفريقية وبعد كده وصل مع المغرب كس العالم كل دا كان بالأميس الأبيض فالراجل بقى يتفاعل به فمن 2010 حد 2023 هو نفس بالمناسبة هو نفس الأميس أو نفس ماركة الأميس طبعا الأميس هيبوز يعني بس نفس الأميس الأبيض الأشهر هذا الأميس الأشهر لهيرفي لنار عمرك ما هتشوف مباراة لهيرفي لنار غير وهو يرتدي هذا الأميس الأميس الأبيض أصبح علامة علامة مسجلة باسمه هذا الأميس الأبيض لهيرفي لنار المدرب الكبير في القرية الأفريقية والمنطقة العربية ده بالنسبة للمنتخب السعودي العظيم منتخب آخر عربي كبير هو المنتخب التونسي الشقيق هكلمكم بصراحة على الورق قبل ما ندخل البطولة دي لو حبينا نحط ترتيب للمنتخبات العربية في هذه البطولة ممكن نعملها كالتالي مثلا يعني مثلا بحجم الجاهزية يعني هنحط المغرب هنحط السعودية هنحط قطر هنحط تونس مش بنقولي تونس ضعيفة أنا بقولك في ترتيب العرب في هذه البطولة من حيث القوة والجاهزية فالنهار ده تونس هتواجه يمين الدرمارك واحد من أقوى المنتخبات الأوروبية في الوقت الحالي فبصراحة الأمور مش هتعدي كويس يعني الأمور هتبقى صعبة نزلت تونس المباراة تونس الحقيقية تونس النسخة القديمة تونس اللي تقدر تلعب قدام أي منتخب أوروبي بشكل رائع وفي ندية تونس النهاردة في الشوت الأول كانت تقدر تكسب الدرمارك هدفه اتنين سوء حظ وتوفيق خلى تونس يخرج من الشوت الأول بتعادل سربي مع الدرمارك فقعت الدرمارك شوية في الشوت الثاني بس سمود تونس الدفاعي كان سمود أيضا رائع فالتعادل النهاردة لتونس أمام الدرمارك بتعمل فوز الفوزي الكبير كل التوقعات طبعا تروح للدرمارك طبعا بس تونس لعبت النهاردة برجولة لعبت بأداء فني كبير لعبت بأداء فني رائع وكان لها هدف في الشوت الأول ألغية بداعي التسلل هدف أيضا للدرمارك ألغية بداعي التسلل تدخلات الفوار قواية جدا وصريحة جدا عاجبني شكل التحكيم والتكنولوجيا اللي بتتلعب في هذه البترة كل التفاصيل والوقت الضيع المهضر اللي بيتحسب فيه تفاصيل حلوة كده ميخليها اللعبة حلوة ميخليها المباراة حلوة ميخليها كل فرقة واخدها حقها صعب جدا جدا تلاقي أي فرقة طرع تقولك يا أنت ملاحظ لحد الوقت مفيش حد ترع قال احنا ظلمنا تحكيميا مفيش غلطة تديق الفجوة بتاعة الأخطاء في التحكيم حاجة رائعة جدا تونس النهاردة مباراة محترمة أيسى العيدوني النهاردة عمل مباراة كبيرة أيضا سد الكرة على الجول تدخلات الأرضية كاية ستة قطع الكرة أربع مرات وشاتت الكرة ثلاث مرات واحد من نجوم المنتخب التونسي النهاردة دعب كبير أرقامه رائعة هو أفضل لعب في هذه المواجهة مباراة تونس والمنتخب الدنماركي في المنديال حاجة رائعة أتمنى لتونس التوفيق الفترة اللي جاية المباراة اللي جاية صعبة برضو المباراة اللي جاية مش هينة المباراة اللي جاية محتاجة شخصية شخصية بص الجمال فرحة الجمال التونسية فرحة حلوة للجمال التونسية في الدوحة أقول لكم حاجة على موضوع الجمال في الدوحة في قطر حاليا أقول لكم معلومة جميلة جمال التونسية ليه حق تفرح النهاردة عشان حتى هم ما كانوش متوقعين أنه هم يفوزوا بهذه المواجهة بس عادة التونس عادة شمال أفريقيا أن القلب والروح موجود يقدروا يعوضوا أي فرقات مع المنتخب الدنماركي أحرجوا المنتخب الدنماركي النهاردة أقول لكم حاجة على موضوع الجمهير جمال التونسية في الدوحة عرفت أن الجمهير العربية في قطر جمال العربية دي تشمل إيه بقى؟ تشمل الجمهير بتاعت المنتخبات تونس قطر السعودية المغرب وتشمل بقى الجمهير المصرية والإماراتية والبحرانية وكل أي عرب أي عرب عاملين إيه بقى؟ عاملين رابطة اسمها رابطة الجمهير العربية في كأس العالم دول شغنيتهم إيه؟ يروحوا مع بعض كل المباراة ونلبس تشيرت المنتخب ده يعني النهاردة تونس كلنا هنلبس تونس مغرب كلنا هنلبس المغرب سعودية وهكذا قطر نفس الأمر في تجمع عربي عظيم جدا في قطر والناس بقيت تتهافت يعني عايزين يدوروا عليهم عشان يشتركوا معاهم إن هم يروحوا مع بعض المباراة ويهتفوا نفس الهتفات بيذكروا الهتفات مع بعض بيسمعوها مع بعض بيغنوا البعض بيهتفوا باسم البلد مع بعض إيه حلوة الكورة دي؟ إيه حلوة الكورة دي؟ أجماعة بشوية يعني شوية عمك فلسافي شوية أنتم متخيلين الكورة بتجمع عديه؟ الرياضة بتجمع عديه؟ أنتم متخيلين؟ بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة بطولة إن شاء الله مشرفة عربيا على مستوى المنتخبات اللي بتشارك مشرفة عربية على مستوى التنظيم بإذن الله كل حاجة حلوة ده فيه نقطة برضو جانبية كده إن شاء الله تفضل على كده إن شاء الله تفضل على كده إيه فاندم ده مفيش حدث أو حدثة شغب واحدة حتى هذه اللحظة في المنديال مفيش مونديال أو بطولة مجمعة عالمية إلا أن بيحصل فيها أحدى الشغب من جماهير بقى اللي بتيجي والفود اللي بتيجي آي مرة جماهير الإنجليزية مرة جماهير الأسترالية مرة جماهير برازيلية مرة جماهير الأرجنتينية مرة جماهير المكسيكية هتلاقوا شغب طول الوقت في أي بطولة الأمور ماشية أقرب للمسالات شايفين شايفين الجمهور الأرجنتيني والجمهور السعودي معاه والحياة سهلة أجامعة كاسة عام ده حرفين كرنافال الناس بتنبسط بتروح تنبسط الناس راح تنبسط هيتفات أهو طب تسيبك أهو كيكي الأرجنتين ما بتهتفش ضد السعودية هتهتف ضد البرازيل إنهم مزاجهم إنهم إنهم لما بيغنوا هم بيغنوش غير ضد البرازيل كده كده العداء التاريخي العداء الكروي التاريخي يعني فالأمور سهلة الأمور ممتعة طبعا الأرجنتين داخلة المباراة أو جميل الأرجنتين داخلة المباراة أهو كيكي ده أكسب يا طرى بقى إيه مس هيجيب أول هاتريك ليه في المنديالي السنة دي ولا دي ماريا هيعمل الشغل اللي عامله مقدام المنتخب الإماراتي في المباراة الودية هنا كم ده كل دول دخليني شو فرقتهم جميل المنتخب السعودي دخليني فراج بص الجمال هنا ومزيكة ودخليننا احتفل ونفرح بمنتخبنا واثقة في منتخبنا واثقة في منتخبنا نازي واثقة في منتخبها ورسالنا محمود شاكر مبارح كم معانا وقال لما اتكلم مع الجميل السعودية حتى هو هزر قال لما سألت السعوديين هتعمله قدام الأرجنتين قال ليه لأ ما نكسب ليه يقدر نكسب فمحمود حتى بيهزه وتقول ليه لأ ليه لأ طبعا أسطورة الأساطير ليونيل ميسي أسطورة كل الأسطور مهما حصل يعني مهما حصل والنهاردة على فكرة لما احنا بنقعد نقول ايه احنا هزمنا ميسي احنا هزمنا ميسي هو مش شاماته في ميسي بس عشان قيمة ميسي المنتخب السعودي النهاردة بيهزم منتخب فيه ليونيل ميسي دي حاجة كبيرة قوي هو ليونيل ميسي اللي عنده 35 سنة اللي هو ب11 لعب وعنده 35 سنة حاجة نفخر بيها حاجة نحتفل بيها حاجة تفرح حاجة تسعي طيب بعد مباراة تونس والدنمارك كان فيه تصريحات مهمة من كلا المنتخبين سواء المنتخب التونسي او المنتخب الدنماركي الحديث طيب قبل قبل ما نروح للتصريحات تصريحات ما بعد مباراة تونس والدنمارك واحد من الأسماء الكبيرة تونسية اللي لعبت في الكرة المصرية اسم كبير لعب لنادي الزمالك والمنتخب التونسي كابتن الكبير كابتن وسام العبدي كابتن وسام بهنيك النهاردة ألف مليون مبروك أدايا المنتخب التونسي كابتن كريم بروح نتيجة إيجابية نقطة أحسن سفر نقاط نقطة من منتخب الدنماركي برضو مش منتخب هيل يا كابتن وسام منتخب الدنمارك منتخب قوي ومنتخب يعني كسب المنتخب الفرنسي اللي منتخب الفرنسي هو لأقوى منتخب في المجموعة bili منتخب الفرنسي هو المتوجing ي Alberim passed لازم تكسبف الدنمارك وتكسب أستراليا لكي تعدي لكي مباراة الاخريني هذا المنتخب الفرنسي منتخب الفرنسي هلك صعب defender حتى ولاätterه بينزما مافيش خمتن ما فيش كانتي. لكن منتخب طوي. حتى اللعبة اللي شفناها شفنا يعني اللعبة كويسين. شفنا شواميني وشفنا رابيو بقى النهاردة وشفنا جيرو. وجيرو النهاردة بقى ساجل عدفين. ومنتخب فرنسا ما انت بتقول كده. هوا مليان. يعني جيرو. هي اللعب اللعب آآ الفين وطمانتاج يعني بتاسبها عمل يعني ايه وتوجد بها للمنتخب فرنسي. صحيح. يعني منتخب التونسي صراحة عمل المباراة كويسة. محترمة جدا جدا. تكتيكيا وفنيا وروح عالية وقيت. ويعني يعني حب الانتصار. لكن مجلش الانتصار يعني يعني العبض منتخب محترم منتخب الدنماركي. اللي شارع رياري في تونس. كان يحكي ويتكلم اللي صعب اللي نحنا نكسب المنتخب الدنماركي. واولا نتعادل معه. لكن نتيجة ايجابية. احسن من صفر نيقات. يعني لو انت اليوم هزم ضد المنتخب الدنماركي حضوبك حتصل يعني صح. صراحة. حتكل ويعني. كانت هتبقى شبه معدومة. كانت هتبقى شبه معدومة. اكيد. اكيد معدومة على اخر. يعني انت يعني كبسل معناها اليوم اللي يخسر ضد المنتخب. دنمكي مستحيل تترشح. يعني حتى والك سب منتخب الاسترالي. صح. اللي مش كون مباراة طعيفة منتخب الاسترالي. منتخب. منتخب يخسر نهاردة. لكن ما عاش عنده ما يلعاب المنتخب الأسترالي لازم يقول لك أنا زي ما حظوا بالمنتخب التونسي وفرها زي هومنت يعني المنتخب التونسي للأسترالي لازم يقول لك أنا آخر فرصة لازم نكتب المنتخب التونسي اللي هي مسكوم مباراة صعيبة يعني صعبة صعبة جدا على المنتخبين العمل النهاردة المنتخب السعودي وفوزه على الأرجنتين خلى الموضوع بقى مغري آه فرنسا كوة كبيرة بطلة العالم بس خلتنا نحس إنه لأ تونس ما تعملش معها نتيجة إجابية ولو حتى التعادل ما خلص ماي برضو السعادية قصرت قدام عني هنا فكرة إنه القوة العظمى أو القوة التي لا تكهر في كرة القدر أكيد أكيد يا كبت أنك الحاجات هذه والمباراة هذه ما تجيش دايما لو منتخب السعودي ومنتخب الأسترالي عاوز المباراة يعني هتكون حاجات تانية يعني هيربي لنال أر كده اللوف سايد اللوف سايد اللوف سايد اللوف سايد أربع مرات يعني المباراة كانت تنتهي في في الشوط الأول بس 3-0-4-0 لكن لكن هذه كرة وهذا واقع وهذا يعني نتكلم على منتخب سعودي المظلم وروح قتالية يعني ويعني هذا وفصايد ما فيهش كلام لكن زي ما قلت أنت يعني المنتخبات يعني منتخب المغرب وقود هذا العبدالس كرواتيا يعني المنتخبات هذه تحاول تكسب لكن مديش ديما مش ديما مش دايما يعني المنتخب السعودي مش يكسب مدخب ترسيني مش دايما المنتخب التونسي يعني صعب المباراة مفهوم طبعا فيها مفاتيح فيها 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 مفاتيح فيها جزئيات تتلعب عليها فيها يعني لو ما زال جلس سالة بدوسر إلى العدد الثاني ضعب المنتخب بالرنطية منتخب طوطية يكسب صح طب كابتن كابتن ويسام تتوقع طبعا تتوقع المنتخب السعودي أو التونسي عفوا ممكن يروح لبعيد في هذه المجموعة نحن يا كابتن نحن من عام ثماني وسبعين طموحاتنا وبصراحة خلينا نقولها منتخب طموحاتنا ومن عام ثماني وسبعين رحنا للغزانتين يعني متجاوزني في الدور الأول يعني منتخب طموحاتنا تجاوز في الدور الأول وبعدين كل مباراة مباراة يعني منطموحات صراحة خلينا نقولها منطموحات المنتخب السعودي في الوقت هذا اللي هو يمشي للدور الثاني لكن الدور الثاني والكل عبرات منتخبات صراحة قوية قوية برشا في العالم يعني اليوم عملت خطوة صغيرة هي صغيرة ومتشممش خطوة معناها كبيرة بشتجاوز الدور الثاني لكن عندك منتخب أسترالي اللي هو خاسر عربة واحد صح لكن مجروح يعني يحب يتجاوز المرحلة هذه حتى هو يحب يروح للدور الثاني لكن الدور الثاني كيف يروح ونجب يكسب مباراة صعيبة يعني بصراحة بصراحة مش تكون مباراة صعيبة أصعب المباراة دنماركي ومباراة كل مباراة والحقيقة متاحة يعني التكثيك وكل مش زي ما لعب المنطخب التونسي ضد المنطخب دنماركي مش تكثيك المنطخب مش العبودات المنطخب الأسترالي منطخب التونسي لو عايز يروح الدور الثاني يجب يجازف يجب 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 يروح للقطام يعني عشان يكسب المباراة صعيبة العباة الثالي وتستمى يعني لا لا أو لا أو في العقل أو في العام يعني لا لازم تروح وتكسب وتتمكن طبع يعني مش نفس التكتوك المنطخب المنطخب إذا اعيز تروح الدور الثاني عشان الدور المباراة الثاني هي المباراة المشتاح ميأ يعني منتخب مباراة سلفة مباراة صعبة وصعبة وتكسبها يعني صعبة تكسبها للمصحب الفنانسي إن شاء الله كابتن وسام بإذن منتخب التونسي شرفنا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة كابتن وسام العبدالعب منتخب تونس ونادي الزمالك الأصبك أنا بشكرك شكرا جزيلا طيب ننوح للتصريحات ما بعد مباراة تونس والدنمارك النهاردة جلال الأدري مدرد منتخب تونس قال إحنا قدمنا مستوى جيد أمام المنتخب الدنمارك لكن كان يجب ترجمة الفرص التي أتيحت لنا بشكل أفضل من ذلك وعيسى العيدوني لعب المنتخب التونسي قال لم نأتي إلى قطر من أجل الدفاع فقط لكننا نحاول أن نكون إيجابيين التعادل أمام الدنمارك سيكون دافع ضد المنتخب الأسترالي كمان هولمند مدرد منتخب الدنمارك قال الفوز مباراة تونس كان سيساعدنا كثيرا لكن الآن الأمور معقدة أكثر خاصة أمام المنتخب الفرنسي والاسم الكبير في المنتخب الدنمارك إيركسن قال على المستوى الفني كان بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك لكن لم نكن محظوظين في اللمسة الأخيرة في الفرص التي أتيحت لنا دي تصلاحات ما بعد مباراة تونس والدنمارك نروح للقاء أجراء زمان العزيز محمود شاكر مع مشجعة تونسية بعد هذه المباراة ونرجع نكمل كلام أمريم معكم من المدينة التعليمية تحديدا طبعا بعد مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي متخب التونسي يقدم أداء هاي لو معايا إحدى المشاجعات التونسية وعاوزة تولي رواها في المباراة والله إحنا فرحاني مبارشة بالمنتخب متعنا وفرحاني مبارشة ببلادنا سيختو وإن شاء الله اللي يجي أحسن يا ربي وفرحاني بالمصريين اللي يشجعونا وليجيوا للملعب اليوم ووقفوا معنا وسندونا أو عن الجمهور التونسي جمهور جميل في كل حتة وفي كل مكان أكيد كلهم مبسطين أصعب مباراة كانت مباراة لدنمارك ويدروا يحصلوا على نقطة بتوفيق أكيد لكل المنتخبات العربية وإحنا طبعا طبعا جميل المصرية مع كل الجمهور التونسية وجميل السعودية الجمهور الكطرية جميل المغربية طبعا بكرا عندهم واجهة كبيرة جدا أمام المنتخب الكرواتي إن شاء الله بيكون الفوز حالفهم النهاردة المكسيك وبولندا تعادلها سلبين بدون هداف ليفانفاسكي أهضر راكلة جزائي تصدى لها الحارس التاريخي للمكسيك وتشوى الحارس المميز جدا الرائع جدا الخبرة جدا اللي هو تصديات تاريخية مع المكسيك تصدى لضربة الجزائي بتاعة ليفانفاسكي ببراعة شديدة جدا واحد من أهم الحراس التاريخين ليه مع المكسيك هو عادة عادة اسمه بيتردد بس في كاس العالم يعني تقلقوا بيبقى في كاس العالم في كده لعيبة لعيبة كتير في العالم يعني ليهوا خشوا كاس العالم أو مع منتخب بلدهم اليوم طالعين بصورة مخالفة تماما للصورة اللي بيزاروا فيها مع أنديتهم طيب نهاردة في هذه المواجهة مواجهة المكسيك وبولندا كان فيه أليكسيس فيجا لاعب المنتخب المكسيكي بكى بحرقة أثناء عزب النشيد الوطني قبل مباراة بولندا دي لقطة اليوم أنا بحب المكسيكيين يعني بحب الروح والجرنت اللي عند المكسيكيين على فكرة دايما جماهيرهم انت بتشوف جماهيرهم في المدرجات الصوت ما بيسكتش اللاعبين عندهم حماش شديد حب كبير لبلدهم فالراجل بحب شديد يبكي يبكي أثناء عزب النشيد الوطني للمكسيك طيب آخر مباريات اليوم النهاردة كانت مواجهة فرنسا وأستراليا جودوين لأستراليا سجل هدف تقدم مفاجئ قدام المنتخب الفرنسي في ديئة 9 قلنا هبا حم البدايات حم البدايات لحمل اللقب عادة حمل اللقب في كاس العالم أول مباراة ليه في كاس العالم اللي بعده بيشيل حتى فرنسا دايت من ده فرنسا كان كاس بتكاس العالم 98 في 2002 داخل كاس العالم اتغلبت من السنغال أول مصطلة جابت الجون قلنا السيناريو بتكرر يا جماعة السيناريو بتكرر لكن فرنسا أظهرت نسخة جبارة بعد الهدف بعد الهدف رابيو لعب اليوفي اللي بقى موجود في التشكيل الأساسية بسبب غياب بوكبة وكانتي سجل الهدف الأول في ديئة 27 وبعد كده عمل الهدف الثاني لجيرو في ديئة 32 طبعا طبعا الاسم الكبير في المنتخب الفرنسي لازم يبقى عنده واحدة وسجل الهدف الثالث في ديئة 68 ويرجع جيرو يسجل الهدف الرابع في ديئة 71 عشان جيرو يسجل الهدفين النهاردة ويعادل رقم تيري هنري التاريخي كهداف تاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 51 هدف تخيلة مؤمن جيرو هداف تاريخي للمنتخب فرنسا محظوظ ولعب جيد برضو عشان برضو يعني مش بنقول محظوظ كده لو جايب 51 بالحظ لو لعب جيد بس يعني ما تكلم على أسماء عظيمة في تاريخ فرنسا أبرزهم طبعا كنين بنزيمة وتيري هنري ومن بابية كده كده هيكسر الرقم غالباً لو يعني فضل على نفس المستوى غالباً هيفضل على نفس المستوى فهيكسر كل الأرقام اللي موجودة في فرنسا بس يعني جيرو 6-30 سنة ما زال يتقلق البطولة الماضية ما سجلش ولا هدف في البطولة اللي خديتها فرنسا ولا هدف في البطولة كلها في كل المباراية ما سجلش ولا هدف البطولة دي لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم مسدد خمس كرات وخلق فرصة مرة واحدة وعاد الرقم تري هنري كأفضل هدف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 51 هدفاً وغالباً هيكسر الرقم ده في هذه البطولة بعدما هو الآن يعادل رقم تري هنري فرنسا النهاردة أدايا كان رائعة جداً تتكلم من أول خط الدفاعة من حلس المرمى وجولوريس بافار أوبي ميكانو تتكلم كوناتيه تتكلم على الشمال هرناندس سيوهرناندس لعب ميلاً في النص شواميني ريال مدريد مع عرابيو وجريزمن ومبابي وجرو ودمبلي ولما نزل كوماً تشكيلة رائعة جداً تشكيلة رائعة دي غايب عنها مين؟ غايب عنها كريم بنزيمة غايب عنها إنكونكو والسنائي الكبير بوكبا وكانتي ولسه تشكيلة رهيبة مش ممكن قوم في عمك مش طبيعي للمنتخب الفرنسي بعد الفاصل أو مش بعد الفاصل بقى خلال أول نستقبل زماننا العزيز محمود شاكر مرايس التلفزيون المصري من قطر ما ينفعش نخلص حلقتنا أو الجزء الأول من حلقتنا إلا لما يخش معنا محمود شاكر نستمتع معاه بالأجواء العظيمة في قطر يوم النهاردة قد صعب على فكرة محمود النهاردة عامل مجهود عظيم جداً أعتقد محمود صحيح من الساعة تسعة وعشر السبح بتوقيتنا يعني وهو لسه عايش معنا وهو ما شاء الله يعني بدأ يتيفل تماماً احنا هناخد البقية البقية من صحيان ويعني محمود شغل عظيم منور ومشارب بس أكيد النهاردة أنت استمتع تقوش أكيد كل التحية لك يا كريم وكل التحية لجميع مشاهدي يا تلفزيون المصري في كل مكان ده فعلاً يا كريم أنا من الصبح موجود ولسه كمان بكرة إن شاء الله هكون موجود في مطش الكرواتيا والمغرب الساعة واحدة بتوقيت قطر مبارده أصحى من الصاعة عشر الصبح إن شاء الله وهنقل لك كل الكواليس من هناك إن شاء الله في مطش الكرواتيا والمغرب يحكي لي بقى لا يحكي لي يحكي لي الأجواد أنا من أول اليوم قلت هشوف محمود شاكر بالليل عشان يحكي لي بالتفصيل الفرح السعودية والعربية النهاردة بالفوزة التاريخة على الأرجنتين ويتكنت موجود كمان في ملعب المباراة يوم جميل يوم جميل يا كريم لكل العرب وأكيد يوم جميل للسعوديين وأكيد جميل للإخوة التونسيين ولكن أكتر حاجة بسطتنا النهاردة المباراة الجميلة اللي كانت موجودة من السعودية في تقلق كبير جدا وروح ورجولة وعاوز أقول لك يا كريم دايماً الروح ورجولة في الملعب تقدر تعود أي فارق فني وأي فارق بدني في المباراة وده اللي شفنا النهاردة عاوز أحكي لك بقى أكواس أحكي لك كواليس الأجواء والجماهير جماهير السعودية زي ما كنت بقول لك اللي من اللي فاتوا بدهم يتوافدوا بشكل كبير جدا عاوز أقول لك على معلومة يمكن محدش كتير عارفة لفقومة القطرية هنا طلعت بساط للمنفذ بتاع أبو صامرة منفذ أبو صامرة ده على حدود السعودية بينه وبين طريق سلوى اللي هو الحدود القطرية 9 كيلو طلعوا بساط كتير جداً جداً تاخد الناس من منفذ أبو صامرة يودوه على المخرج بتاع طريق سلوى علشان خطر الجماهير تبقى كتيرة جداً زي ما احنا شفناها عاوز أقول لك كنت بقول لك الجماهير المكسيكية ولكن خلاص دلوقتي قلباً وقالباً مية في المية مفيش أكتر من الجماهير السعودية موجود في الضوحة جمعوا النهاردة في الفانزون اللي هم عملوها لو أتناك عليها مبارح اللي هي جدام في أول الكورنيش وعملوا يا كريم مسيرة كبيرة جداً 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 حتى كان فيه على السوشيال ميديا طيارات درون جايبين جايبة لشكل بتاعهم لون أخضر كبير جداً ماشي في مسيرة طويلة جداً مشوا من الكورنيش لحد ما وصلوا المترو رجبوا المترو عشان طبعاً أسهل طريق للوصول لملعب النوسين اللي هو طبعاً المترو رجبوا المترو وبدأت بقى الجماهير الأخضر السعودي تتقابل مع جماهير الأرجنتين ومش قادر أقول لك كم التناكة والعلوء والكبر اللي كانت فيه جماهير الأرجنتين بالأربعة وبالخمسة ولكن الحمد لله المنتخب السعودي عمل مباراة خيالية مجرد انتهاء المباراة كل الجماهير الأرجنتينية يا كريم مشيت من الأستاذ الأستاذ بعد المطش بالزبط بحوالي خمس دقايق كان كله بره لونه أزرق جماهير الأرجنتينية وفضلت الجماهير السعودية داخل الملعب عملة تغني وترقص وتشجع اللعيبة السعوديين وبعد كده مرة واحدة يا كريم جماهير الأرجنتينية اللي من قبل كسر عالم كانت موجودة في كل عدة وفي كل مكان من إنما تروح تلاقي على طول تشيرتات ميسي والشيرتات دي بول والشيرتات دي مارية كل الجماهير اختفت ما بقاش في أي حد كلهم رواحوا ده مبادري والجماهير السعودية بقى طبعا أنت عارف الفرحة بفوز منتخبك جاء فضلت الجماهير السعودية موجودة في محيط استاذ اللوسيل في مكان اسمه اللوسيل بوليفارد ده أكبر وأجمل مكان ممكن تشوف فيه أعلام وتشوف فيه فعاليات كتيرة جدا جدا فضلت الجماهير السعودية الغايد بالزبط من ساعة ونص أو ساعتين كانوا ماليين المكان وانت أكيد شفت اللقات اللي كانت موجودة الجماهير السعودية كانت في كل مكان ومش بس جماهير لكن برضو فيه سيدات كتيرة جدا من السعودية وصلت واللي ما حضروش المباراة كانوا موجودين برضو في كل الأنحاء الجماهير السعودية النهاردة فعلا اللي كانت سعيدة وفرحانة جدا جدا عاوز أقول لك كنت أتكلم معاهم النهاردة وسألت كذا حد بعد ما كانوا مبارح بيتكلموا بيقول يعني احنا عندنا ثقة في ريناري ممكن نتعادل أو ما نخسرش كتير النهاردة بتكلمهم بيقول لي لا احنا ممكن نروح دور الأربعة يعني احنا كسبنا الأرجنتين يالله ياريت ياريت أكيد طبعا ياريت قدوا أداء هايل طبعا هيتقصروا شوية بغياب شهراني الباكليفت اللي هو باكليفت رائع صراحة خبط خبطة إحشة جدا جدا وعاوز أقول لك راح على المستشفى المستشفى هنا بتاعت أسبيتار طبعا من أقوى المستشفىات في العالم للطب الرياضي واحتمال كبير يتعمل له عملية لشهراني اللي تخبط خبطة صعبة جدا جدا ممكن يغيب عن الملاعب فترة كبيرة ولكن فعلا يا كريم أجواء كانت جميلة جدا عاوز أكلم أجواء برضو عن المنتخب التونسي وأجواء المنتخب التونسي أنا ما قادلش أروح أحضر المباراة بتاعت تونس والدنمارك ولكن روحت وقفت قدام الأستاذ بمجرد انتهاء المباراة اللي جماهير التونسية كانت سعيدة جدا 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 رغم أنها ما كانتش متوقع هذا الأداء خالص من المنتخب التونسي وبيقولولي أن يعني من أصعب المبارايات اللي ممكن تكون موجودة مباراة الدنمارك اللي بتتفوق دايما على فرنسا اتعادلوا معهم بيقولي إحنا نتعادل كمان مع فرنسا وهنكسب المطش الأخراني ونقدر نتقل في عندهم ثقة كبيرة جدا جدا وعاوز أقولك جماهير مصرية كانت فيه كتير أول نهار ده جماهير مصرية الصراحة مع الجماهير التونسية في الملعب وزي ما أنت قلت الروابط الروابط كانت موجودة من أول مباراة قطر فيه كل العرب هنا ملتفين وعاوز أقولك يا كريم راح تزعلان فعلا من المنتخب المصر مش موجود كاس عالمة على أرض عربية يعني مهما وصف لك الأجواء هنا ومهما أحكي لك طبعا يعني النهاية تبقى موجودة على أرض عربية كانت هتفرق جماهيريا بشكل كبير جدا وشفنا في كاس العرب بس إحنا في كاس العرب كنا بنلعب بعض فأنت متخال إن إحنا لو كنا بنلعب في المنديال كم الدعم خلاص ما تقلمش علينا يا محمود المواجه خلاص سمنا نبسط بقى بالكرنفال ده والمنديال خلاص انبسطنا النهاردة أكيد بكرة بقى كريم عندنا طبعا المعركة الأخيرة بقى في يقدر يقول في آخر مباريات المنتخبات العربية في الجولة الأولى وهو المنتخب المغربي قدام وصيف كاس العالم 2018 منتخب الكرواتي القوي ولكن كنت بتكلم برضو شفت في البوليفارد في الموسيل بوليفارد جماهير مغربية كتير عندهم ثقة كبيرة جدا في المنتخب المغربي وبيقولوا ان احنا ان شاء الله هنعمل نتيجة كويسة بكرا المنتخب الكرواتي خلاص اللعبة بقت كبيرة في السن والأسامي ما بقتش موجودة وبيقولوا ان المنتخب الكرواتي اللي عمله في كاس عالم 2018 ما هي إلا طفرة وهي بطولة كده جات وانهم خلاص الكيرف بتاعهم هيقع طبعا يعني اكيد نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي بكرا ويكمل لنا بقى الجمال اللي شفناه النهاردة وان شاء الله برضو المنتخب القاتري في مباراته الجاية يقدر يعاول يا رب محمود دايما متعلق ودايما تبدع استمتع بكاس العالم لو انت متضايق ان مصر مش موجودة في البطولة فانا متضايق لانا مش واقف معاك دلوقتي وقاعد بببس في المبساطات اللي انت بس ربنا يحفظك ربنا يحفظك بحميك شوالة عظيمة محمود شكرا جزيلا شكرا يا كريم شكرا زماننا العزيز محمود شاكر من قطر المغرب وكرواتيا وصيف كأس العالم 2018 الساعة 12 ظهرا بتوقيت القائرة عن المجموعة السادسة المانيا واليابان مواجهة حلوة دي اوي خليك فاكر هتبقى مواجهة حلوة اوي في المجموعة الخامسة الساعة 3 اسبانيا وكوستريكا الساعة 6 مساء وطبعا كوستريكا احنا اللي نعرفه في كوستريكا طبعا نفاذ حارس التاني في باريس هانجرمان في المجموعة السادسة بلجيكا هتواجه كندا وكندا مش سهلة كندا مش سهلة النهاردة مارتينيس الموديل فني لمنتخب البلجيكي قال قبل المباراة في المؤتمر الصحفي ان المباراة مصر هو قال كده مباراةنا الودية الاخيرة خلتنا نعرف احنا هنشوف ايه في المونديال من الاخر يعني معناه ايه معناه ان الفوز بتاع مصر ده او الهزيمة من مصر فوقتنا خلتنا نعرف ان الامور مش تبقى سهلة في المونديال احنا برضو علمناكو حاجة فيدناكو شوية يعني طيب واحنا هنشوف بلجيكا بقى اللي احنا كسبناها هتعمل ايه في المونديال وان كان وان كان اتصور ان بلجيكا النسخة دي مش تبقى نسخة 2018 هتبقى اقلب كتير اتصور يعني وان كان لسه عنده الاسماء الكبيرة الرائعة في المنتخب البلجيكا ولكاكم شهلعب طبعا المباراة القادمة هنزف لك الموديل الفني المنتخب الالماني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليابان قال تصريحات مهمة تعالوا تشوفها ونرجع نكمل كلامك هدفنا هو الفوز بكأس العالم نحن في ظرف جيد للغاية قبل مباراتنا الاولى في البطولة بكل تأكيد ندرك اننا في مجموعة صعبة جدا مع ذلك نحن متفائلون للغاية ولدينا شعور ايجابي مع دخول المباراة وايضا حول البطولة بشكل عام ليروي ساني لاعب قادر على صنع الفارق بامكانه قلب الامور في المباراة ولذلك السبب بكل تأكيد اصابته امر سيء بالنسبة لنا انه حقا امر محزن نأمل ان يتمكن من المشاركة في مباراة الاحد امام اسبانيا ذلك ما يعمل عليه الفريق الطبي طيب نروح ايضا لتصرحات مايوشيدا لعب المنتخب الياباني قبل مباراة المنتخب الياباني قبل مباراة المنتخب الالماني ونرجع نكمل بالطبع المباراة الاولى هي مباراة البطولة انها مباراة مهمة في منافسات المجموعة لذلك علينا ان نتحل بالشجاعة وان نقدم كل ما لدينا المانيا خصم من اعلى المستويات لكننا سوف نلعب بقوة كل واحد منا سوف يقدم افضل ما لديه نحن لدينا المميزات اللازمة من اجل ذلك نلعب كفريق واحد وبقلب واحد هذا هو الهدف الرئيسي وسوف نفعل ذلك منذ انطلاق صافرة بداية المباراة اشعر بالحماس قبل المباراة الافتتاحية لنا في كأس العالم اشعر بالحماس هو ما ينتابني لقد استعدت طاقم الفني واللعبون بشكل جيد وظلت استعداداتنا تتقدم على افضل نحو نأمل في تقديم افضل ما لدينا ايضا المدير الفني لها المنتخب الاسماني الاسم الكبير لويس انليك تحدث عن المباراة كوستريكا وقال كلام مهم سوف تكون مباراة صعبة بالنسبة لنا ندرك ان كوستريكا تلعب للمرة الثالثة في كأس العالم هم يلعبون بشكل جيد للغاية وينافسون دائما بقوة الجمهور هناك يحب كرة القدم لذلك ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا ولكن هدفنا ورغبتنا الاكيدة هي الفوز اعتقد ان وجود خليط بين عناصر الشباب والخبرة هو امر ايجابي للغاية الشباب يزودون الفريق بالطاقة ونعمل على ادارة تلك الطاقة بالخبرة التي نمتلكها كطاقة من فني مع العمل على الاستفادة من موهبة كل لاعب لويس فرناندو المدير الفني للمنتخب الكوستريكي تحدث ايضا باحترام عن المنتخب الاسباني من المنطقي ان نقول انها ستكون مباراة صعبة علينا ان نكون جيدين للغاية ليس من الناحية الفنية والخططية فقط ولكن ايضا فيما يخص التركيز علينا ان نركز جيدا لدينا نقاط قوة وبمقدور استخدامها علينا ان نلعب بحماس كبير في هذه المباراة اللاعبون جميعهم سعداء بتواجدهم هنا ويشعرون بالحماس لمشاركتهم في المباراة الاولى في كأس العالم بدأنا الاستعداد منذ وقت طويل وكان تركيزنا ينصب على كأس العالم لا غيره نحن هنا الان ونأمل ان نقدم نتائج جيدة مع ضربة البداية امام اسبانيا وليد الركراكل استلم مهمة المنتخب المغربي قبل كأس العالم مباشرة قال تصريحات محترمة جدا وفي احترام كبير للمنتخب الكرواتي اعرف هيرفيرينار جيدا هو شخص احترمه كصديق واستمتع بالحديث معه لديه شخصية قوية ويعرف كيف يستخرج الافضل من لاعبه كنت سعيدا للغاية لاننا عملنا معا مع نهاية تدريبنا عرفنا ان الارجنتين متأخرة في النتيجة بهدفين لهدف من الرائع رؤية منتخب كالسعودية يهزم ارجنتين ليونيل ميسي ويثبت ان كرة القدم في الحقيقة هي ملك للجميع لدينا تصنيف الفيفا ولديك تصنيفات كرة القدم لكن في الواقع عليك احترام جميع لاعب كرة القدم وابطال العالم وكل الدوريات بكل وضوح بالنسبة لمدرب في مكاني اريد السير على خطاه واتمنى ان يكون قد فتح الباب امامنا جعلنا نرى ما يمكننا ان نفعله اتمنى ان نتمكن من فعل نفس الشيء الذي فعلته السعودية هنكلم كتير اوى عن مباريات الغد وايضا عن مباريات اليوم العظيم ده في كأس العالم بعد هذا الفاصل مع ايسر حسين حليكم معنا اليوم الحلو ده عشان يكمل لازم يبقى فيه ايسر حسين من الاخر يعني ايسر مشرف حبيبي يا كريم اليوم حلو بيك وشك حلو على منتخبنا منتخبات العربية الاثنين طبعا سعودية وتونس مبسوط اني معاك كنت وحشني حبيبي انت وحشني واي حنوة محمود شاكر دي جميل محمود ها جدا شوفت سامنا وخلع اه اه عمالي يقول لك اصلا منتخب مصر مشايقش بكأس العالم انا اتكلم مع كريم ايسر ان اروح اقضينا خليني اعيخ يعني اتداخل واحد مبسوط انك في القرنبال ده اه مبسوط يعني طبعا اصلا النهاردة السعودية اكيد عميت مفاجأة اه مش مفاجأة دي مفاجأة تاريخية طبعا يعني انا في رأي على حسب رؤيتي للمنديالات اللي فاتت هي اقوى مفاجأة من حيث المكنة بالمنتخبين يمكن حصلت في كاس العام من ساعة ما شوفت انا يعني او من ساعة ما تبقى تكاس العالم فيه مفاجأة طبعا حصلت في كاس العام طول الوقت بسي مفاجأة دي تقيلهاوية جدا مفيش كلام كريم اه كلنا النهاردة كموطنين عرب بين قوسين مصريين فخورين جدا 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 بالعمل المنتخب السعودي صح ده مجاش يا كريم انا اسمعت مقدمتك الهيلة مجاش نتيجة فراغ جي نتيجة عمل وتخطيط وادارة كويسة جدا ده درس يعني مش هزاقول لينها لجميع المنتخبات العربية ولينا بالتحديد طبعا عن الاعداد الجيد هقول حاجة الناس هتستغرب انت هتقول ده في اليوم ده اه عشان ده سبب ادعى الناس تشوف انك ممكن مش مقولة يعني او الكليشيب كرة القدم تعطيك فرصة بنقولها للعيبة بنقولها الواحد عايز يعمل كامباك اقولها الامة ولمنتخب قادر انه يخلق رقم سلبي جدا لأقوى واهم واكتر رقم لمنتخب العربي حساك بالفقر نفس المنتخب اللي خسر اكبر خسارة عربية في المنديال المنتخب السعودي هو النهاردة امام المانيا النهاردة بيحقق اكبر واهم نتيجة في تاريخ العرب كلهم ده تطلب ثقة كبيرة جدا وفعلا الكرة تيديك دايما وقت للرجوع المنتخب السعودي يا كريم اتعلم كويس جدا والمسؤولين عن اتحاد السعودي لكرة القدم اتعلموا كويس جدا من اللي حصل في 2018 الخروج المبكر لمنتخب المصر لمنتخب السعودي حسوا ان فيه شيء مش مظبوط رغم ان هم كانوا عاملين دوري سعودي قوي الدوري سعودي بقى اقوى ليه بقى فيه استقدام للعيبة مش اللي مخلصة كوريتها في أوروبا مش اللي جاي يخلص كورة زي الدور الامريكي يجيلي 35 و37 بقى فيه استقدام لعيبة بتيجي في سن مبكر جدا تضيف اللعيبة المعاها ولعيبة السعودية تضل في السعودية صح وثقل اللعيب الأوروبي اللي جاي ده أو اللعيب اللي جاي من أمريكا الجنوبية ينقل اللعيب اللي جانبه ماريجا جاي يا كريم عن 29 سنة في البرائم بتاعه في أقوى فورمالي جاي من بورتو انت جاي بتجيبه على الدوري السعودي أسبينا أسامي كتير جوفينكو ناس كتير جات في سن جومز قبلها آه لسه عند جومز قبلها طبعا في الهلال أبو بكر وفينسونت أبو بكر عندهم كرة وبيدوا بيضيفه للمنتخب استفادوا من ده جدا قرار التاني والقرار الأهم والأشجع هو التعاقد مع مدرب متمرس جدا وقوي وصحب شخصية زي هيرفيرينار هيرفيرينار بطل عندنا في قارتنا قبل ما يروحين الخبرات العظيمة دي هيرفيرينار يا كريم حقق بطلتين أفريقيا مع زامبيا المنتخب اللي تصنيف متواضع في أفريقيا في 2015 رجع حققها مع كوتفوار فبالتالي كان الرجل الأنسب للمهمة النهاردة كل حاجة في الكرة عملها تفوق واضح من هيرفيرينار على سكلوني ضغط عالي من أول دقيقة دفاع محكم جدا جدا بسالة من خط الدار استخدام لمصادة التسلل أنا ما شفتش فرقة بتعملها بالعظمة دي بالطريقة دي انت عارف يا كريم تفضل أنا من أعسف لأ لا تفضل أنا كتبت على تويتر وقت المصادر وقت الشوت الأول عمال بقى أسرخ يا جماعة أنت بتعمل مصادر تسلل قدام مين وكتبت كده هيدربوها 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 عارف كل مرة على صنط يعني الجوان اللي ما تحسبتش على صنط على شرف فأنا عمال أول إيه لا ما تلعبش قدام الأرجنطين هي سلاحزوا حدين هي ريزك جدا عشر تسللات للمنتخب الأرجنطين وستة في أول نص ساعة وستة في أول نص ساعة رقم كياسي أصلا رقم كياسي يبين لك ثقة للمدرب ده في تحفيزه للعيبة والالتزام التكتيكي العظيم من لعبة السعودية كلهم كانوا رجال النهاردة يمكن عويس خد حرس المرمع أنا عندي كلهم أبطال المباراة النهاردة بص كريم الكرة قرار من أول حتى سعود عبد الحميد الكرة اللي كان واخد يعني من كتر ما زهق جافياكو الباكليفت بتاع أرجنتين سحبوا في الآخر سكلوني طلعوا عمل تغيير وفي رأس البرايكان اللي كنا كلمت كنت محظوظاً كلمت معاك في أنه ده اللعيب نخلي عنينا عليه ده مهاجم النهاردة هيرفي النهارة استخدمه في الزام التكتيكي الحد تحت زهق جافياكو هما الاتنين سعود عبد الحميد لحد ما راجل سحبه راجع للخط رقم تسعة شايفينه على آخر الخط عند التلت بتاع دفاعه بدافعه أنا عجبني أقول نهاردة كمان سعود الباكريت اللعب الشاب هو ده هو ده سعود عبد الحميد ممتاز فكراكش بحد كده عندنا فكرني مين أحمد فتحي ومين تاني في زماننا ده أكرم توفيق أكرم توفيق بس هو فكرني هو بسنه ده أحمد فتحي في الدائر في صعود العز بتاع أحمد فتحي هو شابه أحمد الرجولة والرجال والسرعة والريوح هنا وهنا ويخش بكوة على اللعبين فكرني بأحمد فتحي طبعا في انتلاكت أنت كتبت تويتر ألأك على المصياد أنا كنت الآن في أنه بصة كريم كمان عظمة العملية السعودية النهاردة وهيرفي رينار وكتيبة الرجال النهاردة مشكوك جدا أو يعني بيسموها soft penalty الإنجليز براف عليك يبقى تحيس بو ممكن لأ ممكن لأ وبيسجلها أفضل لعب في العالم قدامك اللي هو أنت متأكد ويحسنها ماتش ده هيخلص ربا خلقا أنت نفسيا ميسي جايب ضرب الجزاء قدامك ده سيخن جنين ثلاثة في الدقتين اللي بعدهم رغم ده تماسك أنا بعد الهدف ما صدقتش لقيت هيرفي النهار ولعيبة السعودية ضغطة الضغط العالي عام هايبرد تراشر فوق ضغطة بخط واحد كله على على المتخب الأرجنتيني وخلت أنت ما تدفع بالضغط العالي ده تجبر المتخب الأرجنتيني المصنف الثالث على الرجوع لمناطقه وتبقى أنت الأخطر الكرة فيها كل حاجة نهارده درس درس مهم جدا منتخب العربي السعودي من هيرفي نار المصنف 51 يهزم المصنف الثالث تقولي لو تعادل ماتش مئة مرة أنا عايز المرة دي اللي أثبت فيها قوة نفسه هيرفي نار أنا عايز المرة دي قال لك لو لعيبت لأرجنتيني عشر مرات هتغلب تسعى أكسب واحد أنا كسبت بتاعت النهار ده خلاص بالضبط كده حتى لو تغلبت تسعى بسرعة أخدت بتاعت النهار ده وتأتحس كمان يا كريم من الشغل النفسي والشغل بعد طلعه من البنشوطين أنا معرفش الدش اللي عمله يعني عبدالإله بيقولك أنا قلنا كلام ما يتقلش بين الشوطين نزلنا عايزين ناكل النجيلة ده دي قوة مدير الفني في الشق النفسي والشق الفني علما اللي أنا اللي كنت بقول لسه إيسا دلوقتي فاضح إنه أهم اللعيب المنتخب السعودي اسم يعني سلمان الفرج خرج مصاب بعد نهاية الشوطين فخلاص كل حاجة عملت بوز حتى ده كان راجل أنا شوف كان بيزوك يا كريم ماسك الخلفية في دقيقة تريباً خمسة وثلاثين لحد دقيقة أربعة أربعين حد ما وقع بينفذ تعليمات بيضغط على خط الأخذ بسبرينت يعني ما فيش حتى نسبة تخاسل وهو مصاب يعني تحامل على نفسه الحاجة التانية كمان يا كريم اللي أكد لك إنه قد إيه هوم الديوب تعليمات وطلعت شخصية وشراسة للعيبة إن النهاردة السعودية لعبت زي ما المفروض تلعب يعني كان من المفروض تلعب المتشاط دي الكرة قرار يا كريم النهاردة الشراسة بتاعت إن الكرة يعني كنت ألقان عليهم تقول ألقان عليهم في المصياد أنا كنت ألقان إنه أوكي إحنا بنلعب كويس وضغطين كسعودية لكن نقل الهجمة مش عارفين نوصل أول الجول شعور الكرة بتاعت صالح الشهراني الهدف الأول قرار قطع من نص بكل جرأة قطع من نص دخل خد الرجل في ظهره فنش ولا أجمل بشماله في الزاوية الوحيدة اللي حتخش الكرة بالطريقة دي أجمل فينش قرار واخده هي دي إنك تلعب طوب لفل مع الأرجنتين المصنف تلات علام لازم من نص الفرص تسجل بل كنا بنقوله بتجيلنا فرص وبنضيع ونبدأ نقول لعبنا حلو بس تاريخ بيكتب النتائج المرة التانية التحفة الفنية لمحة أحلى تحفة الفنية النهاردة الواحد شاف سعود بينطلق من ناحية اليمين بلعب الكرة هنا برضو ببص الشراس جات لنوافها ع 18 نواف ما فكرش بص تعليمات شاط شاط على طول اتردت من التاع راحت ليه سالم الدوسلي خد التلاتة في لقطة واحدة وبرضو الفنش ده لو اتكرر تاني ما عتقيتش سالم هيجيبها كده لا هيجيبها كده يعني هو فنان هو فنان سالم الدوسلي ده ملك الارتو في الوطن العربي دي كورته انت عايب هو اول ما دخل قلت يا الله يا سالم شفت خد التلاتة ازاي يعني دي بول في ظهر ولف وخد التلاتة وخط هو ده موسل الحتة دي هيحطها في الجول الحقيقة يعني دي جوال سالم الدوسة العادية وأنصف الفرص يعني بقولك اللي بين لك ان هم في الحالة النفسية الصح وحضرين نفسيا كورتين انت خلاص نماتش نفسي يعني نصف فرص خلصت على الارجنتين اخد بقى الاستحواز اخد الكورات على المرمة ربنا وفقك انا جلت كورتين حسمت بفينش فوق الامتياز بفينش ويرد كلاس الميل اتنين فالحقيقة مبروك 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 ميت مرة المنتخب العربي السعودي شرفنا اكشى ما اكشى يعني انا واسق في ربيبنا انه يقدر يقفل على لعبته ونفسيا يقدر يجهزه من برات الجاه بس في الاحتفال او عظمة الانجاز التاريخي ده متأسرش على النتائج اللي جاية عايف اللي يطمنك ايه هيرفي النار انت عايف المدرب لو مدرب برضو موتور بالزبط وهيروح في الاحتفالات مع اللعيبة هتعلق بس حتى الصلاحات لعبة السعودية النهاردة بعد الموقع قدلك احنا نحتفل النهاردة واحنا لسه ما عملناش حاجة في اندباط نفسي طبعا يا كريم هيرفي النار انا واثق في قدرته على استجماع قوات اللعيبة النفسية وانه استعداد المتشارات جاي خلي بالك في حاجة كمان حسابية النهاردة التعادل بتاع بولندا والمكسيك الجولة الاولى خلصت منتخبنا العرب السعودي اول صح مكسيك وارجنتين هقطعف بعض صح نقول ممكن يتعادلوا ممكن ارجنتين تكسب السعودية في المطر في الجولة اللي جاية انا مش بقول ده احنا دايما بينالعب على المكسيك الديت السعودية اثبات النهاردة عايزينهم يكسبوا بولندا عايزينهم يكسبوا المكسيك ان شاء الله ان شاء الله العلامة الكاملة بسهو محتاج من بولندا الحقيقة نقطة واحدة هيخش تاني جولة اول مجموعة برضو يعني هتخلص مباراة تانية فانت بالتالي هتروح على الجولة التالتة محتاج برضو نقطة او يعني تكسب المكسيك تبقى حسام يا سلام شوف بقى هو زودون الأحلام السعودات تصدى المجموعة عشانهم المركز التالي في المجموعة تتخلي الطريق كل صعب بإذن الله السعودية اول تبقى حاجة عظيمة جدا لسه بكملين قبل ما اروح للفاصل المناسبة يعني اتفاب ها كده عليها مش مش حاجة بالمواجع والله اقول لي اقول اشي جات في بالي قابلني هيرفير ده كان المفودي بقى منتخب مصر طبعا طبعا في ناس حبوا اجيلي كارين ده في مرة خاد كاس الأمم عمل تصريح نقلته الصحافة الفرنسية كلها خلص خاد كاس الأمم عمل هو الاستحقاب انا عايز ادرب منتخب مصر ابو سيديكو يعني عشان خاطري لا لا فرطنا بس احنا شوفنا ان اخيه الاجيلي احسن منه الحمد لله عليكم وبالمناسبة يعني برضو عشان ما يبقاش الكلام متغير الحكاية عمرها ما تبقى مدرب بس خالص هي منظومة بالكامل واللي حصل النهارده اثبات ان لا مدير فاني ولا العيبة زي كموكي معانا هيرفي نار والمنظومة لسه من اللغبات كان مش هامل حاجة مصبوط يلا نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل هذا الحوال ممتع جدا مع ايسر حسين خليكونا تونس تونس زي ما كنت بقول في المقدمة تونس تونس هي منتخب كبير ومحترب بس على الورق طبعا تونس تخسر من ديرمارك على حكم قوة المنتخبات العربية في البطرة ممكن تونس تبقى اخر واحدة في الحكم الجاهزية يعني الفنية تونس نهار دا عامت مباراة مفاجأة جدا قدام الديرمارك كلام سليم جدا 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 اي حد يقول دلوقتي انا كنت متوقع تونس هامنا دا دا كلام طبعا بعيد عن الحقيقة خالص حتى انا لما اتشرفت كنت معكم من التكلم عن المنتخبات العربية تكلمنا على يعني ساعدتنا ان تونس واصلت لكن كنا حطين انه ممكن السعودية والمغرب يكونوا هم لاقرب نعملوا نتائج كنا مرهنين عن متخب القطري ان شاء الله يقدر يعني يراجع نفسه ونشوف حاجة لكن كنا مستبعدين دا تماما نهار دا تونس زي ما كلمنا على السعودية على معيار اقل شوية وهو التعادل مع فريق برضو قوي طبعا مش بحجم ارجنتين لكن فريق قوي زاد دنمارك اداء مشارف جدا اداء يليق بممثل عرب تونس يحطه في مرحلة لا انا ممكن اصعد اكلمت برضو معك كريمة بلكده على جلال القادر وطريقة اللي جي بيه هو مدرب الصدفة الحلوة الحقيقة كل يوم بيثبت انه كان الرجل مناسب وكونوا تعين في 2021 كمدرب تاني مساعد وشاء القادر انه ياخد مكان مدرب كبير طبعا ننظر كبير ويجلال القادر الرجل الاول بيثبت انه حقية دا وما كانش بس مجرد احساس من الشارع التونسي او الجمهور التونسي حاجة شعرية عشان كسب ناجيريا لا لا اثبت دابت بصعود اثبت دابت بلملمة الفرقة بالعناصر الجديدة اللي دخلها النهاردة عمل 3-4-2 واحد ممتازة ممتازة عدنمارك محافظ اللعيبة شبيه جدا نعمله في المحافظ اللعيبة تكتيك كويس دا يا كريم اللي بنتمناه انه يجي لنا معلش وبرضه انا مضطر يعني اربط داب بنشوفه في منتخبنا الوطني يعني غصبا عني بفرع على فكرة بالمناسبة انا احسيبك تكمل هو مش عيب بس الناس النظر طعمين تقنبونا ليه يعني احنا خلاص لانوا عشين او يا سيدي والله احنا احسن ناس واحنا فعلينا احسن ناس وعندنا لعيبة كويسة وعندنا بلد عظيم ومش عيب انك تروح ترمي عينك على اي حاجة حلوة في اي حتة تجارب تعلم منها طبعا يا كريم مفيش كلام انا معاك جدا لا لا طبعا مش عيب بالعكس اللي يدور وشه يعني يعيد اختراع العجلة هو دا اللي بيخسر انت تبص من التجارب التانية مظبوط انا ما تفق معاك فاللي حصل النهاردة انه يعني كنا بنتمنى يعني انا بعتقد من ايام كوبر لحد النهاردة يمكن في ملامح لمسة فنية او في شغل تكتيكي مع روي فيتوريا اتمنى انها تكمل لكن من كوبر لحد النهاردة كنا بنشوف نفس النهاردة وبيقنعون ان اه هو انا برص اللعيبة وهي دي الطريقة اللي تنفع معاك وده كوالية التلعيب ده غير صحيح النهاردة هيرفي نارب بسكواد كله محلي من الدوري السعودي لعيبة قدمت ملحمة في العظم النهاردة النهاردة تونس مع جلال القدري التزام تكتيكي امام فريق مصنف العاشر تونس مصنف الثلاثين بيتعادل مع دنمارك وكان ممكن جدا جدا شوية طمع من جلال القدري وشوية طمع كريم في الكورة الكورة عايزة مدرب الطمع طبعا قضاء المباراة بامتيازه وفي رأي تفوق على هوملند مدرب دنمارك تماما لكن كمان حتى اختياره يعني هو اللعيبة اللي اختارها يمكن انا غايب عني بس الأسامي الفراودة الاتنين النهاردة اه عصامي شبالي واللعيب الكاميلا بناحية لمين الاتنين اختارهم هو عارف بيعمل ايه كان المتشاطة الفاتف بيلعب سيفي الجزيري او نعيم الاسليتي طهال اخنيسي كل دول هو شاف ان دول مش مناسبين لمرات الدنمارك جاب اتنين واحد بقاله اربع سنين بيلعب في الدورة الدنماركي تاني بقاله تلات سنين بيلعب في الدورة الدنماركي قالك دول عندهم احتكاك وعارفين المدرسة اللي قدامهم انا هبدأ بيهم وكسب رهانه الى حد ما يمكن كرة عصامي شبالي في شوط الاول عملها كده فوق كسبر شمايكل كسبر شمايكل على طريق بيتر شمايكل الهاند بول اراها بس لا هو كسبر شمايكل دي طريقته اصلا بس تحس كريم كان ممكن يعني كان ممكن اجيدي احطاها حسن من كده اه اه اجيدي احطاها حسن من كده اه استراليا وبعد كده عندها فرنسا اتفتجل تونيس ممكن تسعد عن المجموعة دي يعني ممكن تزيح طبعا فرنسا 100% بعد الاضايا النهاردة كمان فرنسا صعدصا المباراة بتاعت استراليا اه ان شاء الله انا متفقل ستلب نتيجة بطول مباراة بدانية بدانية بحتة آم معلش لو متاخب تونسي يبزل فيها المجهود البدني اللي محتاجه عشان ياخد الثلاث نقاط وبعد كده لو ده ساهم في إنه معاك أربع نقاط ممكن في ماتش فرنسا يبقى عارف تكتكين جلال القدري ياخد اللي عايز من الماتش بلاء على فرنسا متصدرة مش محتاجها الماتش قوي هي كمان بترايح لعبتها بتعمل تدوير قريدي اتضربت في خمس ست لعيبة فعايز اتحافظ على الموجودين فبعتقد النهارده جلال القدري نموذج لإستخدام 3-4-2-1 بامتياز اختصدام العناصر المناسبة ناس كانت مستنية تشوف سيف الجزيري نجم الزمالك وعلي معلول نجم الآلي عاليش ده ده اللعيبة اللي كانت علي العدي النهارده بيقدي أداء ممتاز جدا من ناحي الشمال عصامل شبالي كان كويس جدا يمكن طالق نيسي نزل في الشوت التاني يوسف مساكني طبعا كان قدم هايل وعمل سرول جميل لعصامل شبالي فبالتالي قدري عارف مين الأدوات لكل مباراة وإن شاء الله تونس عطر إي صحيح مباراة فرانسا وأستراليا عشان فرانسا النهارده قدتنا جرس انتظار كلنا يعني قوايا جدا بصراحة قوايا قوايا جدا فكريني هتغلب طبعا هو بالزبط هقالك كده بالزبط فتفكريني عشان بطل يعني النسخة اللي فاتها بزي كل الأبطال بتوع النسخة وقصر دي رحوزعها لأستراليا جامد يعني لسه بكمين مع حضراتكم بعد عزب فاصل نواصل مع عيسر حسين خليكم معنا يعني مع حضراتكم مرة أخرى طيب أسر فرنسا النهارده عميتها ده حلوة ده من الدنماركس هدف مفاجئ من أستراليا هدف مفاجئ من أستراليا من فريك جودون هي التاسعة وبعد كده فرنسا انتجرت أربعة مع الرقف وجرام أرلون تحاول يباغة فرنسا يعمل اللي يقدر عليه يعني وجون بتاع جريك جودون طبعا لقى تغريبة جدا لوكاس هرناندز يعني في كلام عن صليبي إن شاء الله تكون إسابة بسيطة مرة واحدة كنا دايما بنقول وانا بكنا كلمنا عن مجموعة فرنسا كريم حتى لو دي دي شوم بساعات مش بنحس إنه بيقدم النقلة الفنية الكبيرة أو في مطارات الكبيرة لكن عنده لعيبة لا تحسن وده اللي حسام له اليورو قدام لويس إنريكي فبالتالي النهارده أوراق حتى في غياب ست ضربات اللي جات له في غيابات مؤثرة جدا ويعني أهمهم أحسن لعف العالم وصاحب البالندور كريم بنزيمة النهارده وكانتي وفارهان بنالعبش نهارده بشوف آه بس لازم يعني على قد ما بناخدوا شوي فنان أنه ما بنشوفش في بصمة كبيرة مع المنتخب فنس نهارده استخدامه أو اختياره الرابيو كسب في الرهان اختياره لجريزمن في المنطقة دي كسب في الرهان جيروه طبعا يعني سريعا بقى كده عشان ناخد فرنسا بسرعة ده ده قصة الواحده يعني يعني فعلا اللعيب اللي تاخده نموذج تعالف يا كريم النهاردة بيعادل رقم هنري بـ 51 جون تاريخنا أول مرة يلعب ملعبش منتخب شباب عمره أول نادي كبير ياخده كان أرسنل هو عنده 25 سنة لعب مع المنتخب أول مرة يعني السينير ليفل في الفريق الأول 25 سنة في يورو 2020 شركة 40 دقيقة النهاردة في سن 36 بيعادل رقم هنري بالمشاركات الأولية دي بس بـ 51 هدف وعدة بلاتني طبعا الأسطورة وان شاء الله يجيب جون ويبقى 52 هيبقى الأكثر تسجيلا في تاريخ فرنسا يعني نموذج لكل العيبة الصغيرة اللي طالعا طيب ده فرنسا ويه المنتخب الاسترالي بكرة مواجهة في منطقة الكورة المنتخب المغرب هي واجهة المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 رح من أقوى المنتخبات في أوروبا المواجهة دي شايفها إزاي؟ بعتقد أن المواجهة رغم يبان التباين في الأسامي أو الترتيب لكن مواجهة متوازنة جدا دالتش بقيادة يعني بيقود كرواتيا تاني لاستحقاق كويس جدا بعد الفوز أو يكون وصيف 2018 استقبل استقبال الأبطال يعني فبالتالي يعني مفيش حاجة توازي لإنجاز ده غير أنك تاخد البطولة معرفش لو جيل ده قادر على فيه مسج كويس ودمج بين عناصر الخبرة وبين عناصر شبف في كرواتيا حتى على معياره وسط الملعب في بروزوفيتش وهو ميزان وسط انتر ميلان مواجهة طبعا عازف ريال مدريد يعني فيه أسامي كويسة فيه مسج بين الجيلين دالتش النهاردة محتاج يزبط لنا هو كرواتيا قادرة تروح بعيد ولا لا هل هيكون حسان إسود ولا لا عن ناحية التانية منتخب المغربي رهانات كلها رهان التخلص من خليل وزيتش بعد خلافات حدى مع لعيبة بعينها دايما كان بيقول لعيبة المحترفة أنا منفعش أقرنك بلعيب المحلي لازم تديني مستوى أعلى من عندك انت زياش بتلعب في تشيلسي أنا عايز مستوى أعلى من ده نصير مزراوي ظهير بايرن المتقلة حكا بيقول لنا عايز أكتر من كده فبالتالي الإقالة جات قبل 3 شهر قبل كاسة عالم دفعوا بمدرب شاب لسه عمل استحقاق كويس أفريقي هو ليدريك راكي رجوع زياش وجاب نفسيا كمان مرتاح جاب هدف حلو من نص الملعب الملعب والدية فيه طبعا اللاعب كنا عايزين نحط علينا عليه بلال الخنسي بلال سبحان الله كان بيمثل بلجيكا في كل الأعمار السنية وبعدين في شهر يونيو اللي فات قرر إنه ينضم البلد والأم الحصن حظنا المغرب بلدنا التاني طبعا فبالتالي نخلي عنا العيب ده العيب مع جينك بيقدم أرقام كأنه العيب يعني عنده حاجة وعشرين سنة ولسه هو في سنة 18 أتمنى أنه يكون مفاجئة البطولة زي ما تكلمنا على لعيبة صعدة في المنتخبات الكبيرة يعني بلنجهم وغيرهم أعتقد بلال ممكن إن شاء الله يعمل حاجة وينقل الفريق المغرب هتحترم كرواتيا لكن أعتقد في جزء من المباراة لو قسم ريكراكي المباراة لفتراتي كريم محتاجي بفيه سنة مغامرة مهمة أو البداية أقل شيء نقبله من المنتخب العربي المغربي هي نقطة لكن إن شاء الله إن شاء الله مين عارف يمكن المنتخب المغربي يقدر يخطف عودة بوفال وتسجيله مهمة جدا حمد الله كان بيغداع قدامكم بدأ يجيب تاني وجود زياش مهم جدا نصير مزروي بقى فيه حلول كتيرة جدا حتى خط الظهر أجريد وغيرهم ياسين بونا واحد من أفضل الحراس داخل القارة واحد من أفضل الحراس في الدوريات الأوروبية بعتقد فيه منظومة كويسة أول المنتخب المغربي قادرة تفرض نفسها ما تلعبش بخوف أبدا قدام منتخب زي كرواتيا طيب عايز أخدك شوية فيه الحكاية اللي جات في نص اليوم كده في وسط الدوشة بتاعت المصيد كلها تلقت في النص يعني منشستو نادد أعلن بسمياً فسخ التعاقد مع كريستانو ناددو بالتراضي كلام محترم من منشستو نادد في وداع كريستانو ناددو كريستانو ناددو أيضاً رد بحديث محترم عن منشستو نادد وجميل منشستو نادد ونهاية علاقة كريستانو نادد بمنشستو نادد بهذه الطريقة رأيك فيها كان لازم فك الارتباط يعني كلها لا بنأسف أن تحصل بالشكل ده ولكن كان لابد من ده احتراماً لتاريخ واحد من أباطرة الكرة كريم آخر 17 سنة من نصفة مع لانيل ميسي احتراماً لتاريخ منشستو نادد كنادي البيان المشتركة يمكن يونايتد قال في البيان الرسمي أنه تم فسخ التعاقد مع كريستانو ناددو بنشكر رونالدو على إسهاماته المزهلة في الفترتين اللي قضاهم معنا بنتمناله هو عائلته المزيد من التوفيق كريستانو نرد بأنه أنا علاقتي بيونايتد انتهت هفضل طوله أحب منشستو نادد وجماهيرو وهتفضل علاقتي بيونايتد ده لن يتغير لكن عنده موحات جديدة عنده موحات جديدة وبتمنى اليونايتد التفيق في المتبقم الموسم والموسم المقبل في بس حاجة في بياني يونايتد مهمة أوي وهي في آخر البيان وهي بتقول نقف جميعاً كمانشستر يونايتد خلف تنهاج وننتظر ودعمه وننتظر تطور الفريق وإزهار ده في الملعب ده قصف الجباهات الخفيف ده نحن في ظهر الراجل لو أنا مشيتك عشان خاطر تنهاج بالضبط من الآخر يعني بالضبط يعني احنا وقفنا في صف المدرب وانا والله يا كريم حتى كنت تعتقد من التكلم انا وانت يمكن بورا الهواء لما بدأ اللقاء مع بيرس مورجن وقال في جزء من التصريح في أول يوم خلص من الانتربيو قال في أنا مش بحترم تنهاج عشان مش بيحترمني أنا اعتبرت المباراة أستون فيلا في الدوري 3 وحد دي آخر مباراة بقاميس يونايتد تماماً مفيش نقطة الله رجوع ورونالدو لعيب غير انه عظيم لعيب زاكي جداً ما كانش هيعمل الانتربيو ده وتوقيته غير وهو من خلال وكيله أو غيره حاطة بلان أو خطة للتعاقد مع نادي تاني خليني برضو زكاء اللاعب وقيمة اللاعب رونالدو حتى جول ما لبخارج ملعب نهارده احنا في أهم محفل يا كريم وعميني بنتكلم بنجيب محمود من قطر عن كاس العالم الحدث الأهم هذا الرجل قادر انه في عز ما الكلام على البطولة الأهم انه ينقل الميديا والصحافة كلها للكلام عليه من يومين بيتحول إلى 500 مليون متابع على انستجرام نصف مليار بيتابعوه الرجل الأكثر متابعة أكثر حد بيتابع في العالم فبالتالي قادر يخلق يحول أو يحول الكلام كله عليه وينقل الميديا كلنا تتكلم عنه الناس كلها مستنعين تشوف كريستيان والناس كلها مستنعين تشوف البرتغال أزمة ده في حاجة واحدة انه في أحد المرسلين الكتباتية على القنوات النقلة للكاس العالم راح لمعسكر برتغال وسأل يعني اللعيبة وفي المعسكر ده يعني مردود ده عليهم ايه أو انطباعهم ايه قالوا انهم في صدمة شوية كانوا يتوقعون ده هيحصل بعد المنديال عارفين ان علاقة انتهت بين يونايت ورونالدو لكنها تحصل قبل 48 ساعة من مواجد غانا كان الشيء غريب شوية لكن رونالدو معودنا دايما دايما لا انا عارف ان السؤال اللي جالي كتقول لي سلبي ولا جابي رونالدو محتاج اوي الاحتكاج ده عمل تصريحين مع بيرس مورجن قال انا عايز العب للاربعين بس لو خدت برتغال خدت الكاسة علام انا هتزل فبالتالي مهمة جدا لليه البطولة دي حياء امود بالنسباله عنده متوفر بالنسباله وكريم حاكتين ما كانوش موجودين في يونايتد علاقة بالمدارب علاقة عظيمة جدا جدا وفرداندو سانتوس مش هيلاقي في هزا المركز لعيب اكسر حسما في العالم بستثناء هالند يعني في هزا التوقيت اكتر من كريستي نورد اه في مركز التسعة صح فبالتالي بتتوفروا الحاجات دي دايما عودنا نرود لو تتكر الايام يوفي سيميوني استفزوا لما ثلتكو جاب اتنين صفر وراحوا هناك ما عملش تصريحات خالص ورد بهترك يعني وهم عودنا على الحاجات دي فبعتقد بطولة دي مهمة جدا في مشواره الكروي حيرد بي على كل حاجة صحيح ايه انت شرفتوا نورد بنخليك ايه دايما بستمتع جدا بيك والله العظيم وانت كمان دايما بتبحشنا انا بشكرك شكرا جزيلا هزاول لكم بس قبل ما نختم بكرة في وسط كل هذه الاحداث الجميلة الرائعة العالمية في كأس العالم بكرة في الدور المصري الممتاز الجودة الرابعة فيوتشار واصوان الساعة خمسة برامة زواء البنك الاهل الساعة خمسة فاركو والاسماعيلي الساعة خمسة الدولة بتاعنا برضو وبنحبه سيكاس العالم يعني 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 مش قادر ما تحكش شوفكم يا رب على الف خير